موسيقى مساء الخير أيام حاسمة يمكن أن ترسم صورة المشهد الحكومي اللبناني وتضع حدا لحزورة رح يعتذر أو رح يألف الحكومة ولكن هل تضع حدا لمعاناة الناس وهمومها وأوجاعها ومن يوقف طوابير الذل التي أصبحت الطريقة الوحيدة لعيش المواطن اللبناني ومن يجيب على أسئلة المواطن ومن يرفع عنه شعور الخوف الخوف من يومه والخوف على غده والخوف من موته القادم ليالي لبنان باتت قاتمة لبل كثيفة الإضلام بسبب ازدحام الظلمات فيها وازدحام العاطلين أو المعاطلين للحلول من شأنها أن تفتح كوة يتسلل منها بصيص أمل ولو صغير في بلد منكوب ببعض سياسيه الذين لا شغل لهم سوى توصفات بكائية تخبرنا بأن كارثتنا تتجاوز تداعياتها أي تقدرة على الاحتواء فأي أفق ينتظر لبنان واللبنانيين يقول الفيلسوف الفرنسي الباركاميو أن التعود على اليأس أسوأ من اليأس نفسه بؤساء نحن في أوطاننا نعم ولكن هل من نهاية لهذا البؤس؟ ضيوف هذه الحلقة من برنامج 90 دقيقة الكاتبة السياسية سوريا عاصي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ومسؤول القسم السياسي في جريدة المدن الأستاذ مونير الربيع أهلا وسهلا فيك أستاذ مونير على أن يكون معنا في القسم الأخير من الحلقة عبر تطبيق زوم رئيسة الجمعية اللبنانية الأمراض الجوتومية دكتورة مادونا مطر فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من 90 دقيقة ست سوريا بلش معك وما قاله بالأمس رئيس حكومة تصريف الأعمال الكارثة الكبرى تتجاوز بتدعياتها أي قدرة على الاحتواء الشعب بأكمله وقود لطموحات سياسية وحروب إلغاء عباتية لبنان في قلب الانهيار ولكن ليفت كان الأجوبة التي جاءت من سفراء الدول واللي قالوا يجب على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم وأنه وقفنا إلى جانب لبنان ولا أحد من الدول المشاركة لم تقف إلى جانبه ولكن أين هم السياسيون وأين هي حكومة تصريف الأعمال من دورها وأين الحكومة المفترض أن تتشكل كيف يمكن توصيف المشهد؟ توصيفه مثل ما هو الصفتي بالضبط ما قاله رئيس الحكومة تصريف الأعمال هو ما يقوله من سنتين أو من سنة ونص ما وعرف قديش صر له ما عدنا نعرف كم يوم صر له وقدي صر له جمد البلد يعني هو من الأساس عدنا نعرف لي لأنه منك حاسي بوجوده؟ لأنه مش منك حاسين بوجوده لأ هو وجوده هو اللي أدى إلى تجميد البلد بهالطريقة هاي يعني مثل كأن المهمة المكلف فيها كان تجميد البلد وأغلاق الأبواب أمام أي حلول إنقاذية يعني هو وقت اللي إجا على الرئاسة الحكومة كان بعز الأزمة والغضب الشعبي وكل النهب اللي صاير بالبلد وكل المؤامرات على البلد واللي كانت مبينة من بداية إقفال البنوك والتدمير الممنهج اللي حصل بكل القطاعات في البلد فهو كان موجود وشاهد على هذا الأساس وبالتالي يعني والتفجير اللي حصل تفجير الكارث اللي حصل بمرفق بيروت وتفجير نص المدينة هو استقال من كل مهامه ولحد اليوم بكل مفصل بكل قضية بتصير بالبلد هو ما بيدعي بيهدد بس بيقول إنه ما حدا رح يقدر يستوعب يعني رح بيحسسنا أنه بعد شوي أنا ما قدرت أنقذ البلد ولا حدا رح يقدر ينقذ البلد أو رح يستوعب ما يحصل في البلد اللي قامت لإيامي عليه من قبل سفراء الدول الغربية هي على التلميح أنه ما تخلوني أنا لحد هلأ مجمد ومقفل الأبواب باتجاه التحول اللي ممكن يصير بالبلد للحلول الإنقاذية من المشاريع اللي مقدمة من الصين ومن الروس ومن الإيرانية والتوجه الشرق كان عم بيقل بشكل واضع ما تخلوني يروح إلى هذه الخيارات إيه أنه أنتوا عم تدفشوا لبنان بهذا الاتجاه هو هذا اللي عم يلمح لألو لذلك هن استشرسوا بالكلام أنه هو مهمته كانت تجميل البلد وإيصاد الأبواب بوجه هذه تمام أي حلول أي حلول إنقاذية للبلد ولحتى يقلنا أنه ما حدا رح يطلع بإيده وشي وعم يوصف عم يلمح أنه هناك حصار يعني ما تقوم به هذه الدول الدول الغربي والسفراء اللي كانوا عم يمسلوا هذه الدول هو حصار على البلد نحن ما نعيشه في لبنان هو نفس الحالة اللي بترجع فيها للألف وتسعمية وخمسة عشر حالة تجويع وإفقار اللبنانيين يعني بهالطريقة ولكن هذه المرة شو بعناصر وظروف مختلفة؟ نفس الدول نفس الدول ما هني كمان بيقولولي كل حلول اللي حتجي بين تركيا واليوم السفراء راحوا على السعودية ولقاء روما اللي بي كان بين السعودية والولايات المتحدة وفرنسا فنفس الدول يعني عم يتصرفوا ويتحركوا وينسقوا بين بعضهم ويستكملوا الاجتماعات من أجل حلول للبنان والتصريحات اللي عم تجي إنه من ديفيد هيل لما بيقلنا لا يوجد مساعدات دولية بالأفق تجاه لبنان وقال بشغل وضع اللبنان رايح إلى الانيات وقت قصير وبينهار البلد راح فوت أكتر بكل هذه الحركة الدولية والإقليمية ولكن توافق على هذه القراءة وبأنه مبارح يعني كان يريد إيصار رسالة مفادها بأنه لم أعد يعني أستطيع إذا بدك أن أجمد البلد أكتر من ذلك وبالتالي قد أفتح الباب أمام الخيارات الأخرى هو لم يأتي لتجميد البلد لماذا لأتها؟ هو جاء بمشروع ونفذ المشروع أي مشروع؟ صحيح أن عمليات النهب كانت من قبل منطلقة على عواهنها بفعل تسويات ومصالح وإلى ما هناك وعمليات النهب استمرت أيضا بغطاء مستمر من خلال هذه الحكومة ما بدي فوت بنقاش اليوروبوند ومش اليوروبوند بس في اليوم احتياطي إلزامة تم المساس به في سبيل تمويل كرتلات النفط وشركات الإدوية وإلى ما هناك وهذا كمان استكمال الدعم بمعنى آخر منهبة مستمرة غير نقاش الدعم بيوصل للناس مش دعم تبقى البضاعة مخزنة وعم تتهرب مش معروف لوين هلأ مش رح انسب لهون ولهون 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 بكل الأحوال والناس تنزل بالطوابير على الطرقات طلال معنها تتأمن لقمة خبز وتتروحها الصيدلية ما بتلاقي دواء وكل هايدي المعانات اليومية اللي عم بيعوشوها الليبناني هلأ صاروا أنينة مازوت أو أنينة بنزين كمان صح أو صاروا جلن بيحلوه لون أخضر وبيبيعوه على أساس أنه بنزين ومش بنزين بكل الأحوال هايدي المناهبة اللبنانية يلي بيتشاطر فيها اللبنانيين على بعض ونبعض لحتى ما فوت بقصة التوصيفات والاتهامات خلينا اعتبر أنه لبنان على صراع بين منطقين أو بين محورين أو بين فريقين أو بين الليبنكية اللي بلش بموضوع رئيس الحكومة كان قد بدأه الأمين العام لحزب الله السيد حصد نصر الله لأوم الاثنين يوم المؤتمر صحيح عندما قال هناك حصار يتعرض له لبنان إلى ما هنالي أوكي بشيك صحيح هون كمان بدنا نعمل إشارة بسيطة أنه عندما يقول الأمين العام للحزب أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المصارف من استعادة الأموال من الخارج هل هذا سؤال بس هل هذا تبرئة للمصارف واتهام الأمريكيين بالموضوع بس لا وضعتوا بإطار تبرئة للمصارف عم بسأل عم بسأل لأنه قبل طوال السنة الماضية كان خطاب رئيس الحكومة حسان دياب وحزب الله وكل هذه الأفريقاء بأن المصارف هي المتآمرة وهي سبب هذه الأزمة هلأ عم بيقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي عم تمنع المصارف من استرداد الأموال تمنع بتقدر تمنع مش يعني المصارف متواطئة هذا السؤال بده توضيح بكل الأحوال تاني يوم عندما جاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وأطلق هذا الخطاب أعطى بعداً رسمياً وحكومياً لموقف أمين عن حزب الله إذا بدي أخذوا بهذا السيئة بروح على وجهة نظر ست سوريا يلي أنه عم بيقلهم للسفراء أنتوا عم بتحاصروني عم بتحاصروني عم بتحاصروني إيران تحصيل حاصل هلأ منحكي كيف وليش الصيد عنده موقف رسمي قيل ونقل أول شيء ما بيفوتوا على منطقة متنازعة عليها أو لا تشهد استقرار أو فيها توتر منطق الاستثمار لا يتطابق مع هذا الموضوع ثانياً لا يمكن إلا الدخول من خلال دولة إلى دولة هذا غير متوفر حالياً في لبنان ورح أعطي أكبر دليل هو سوريا حد منها يلي هي خارج التأثير الأمريكي وخارج الحضن الأمريكي وخارج كل منظومة العمل الأمريكية لا الصين ولا روسيا قدروا يعملوا فيها شيء بسبب الموقف الأمريكي والعقوبات التي قد تتعرض لها الشركات وإلى ما هناك هذا بغض النظر إذا أنا بوافق أو بعارض تحكي بكل وقعية سياسية علم أنه كيف شركات سينية أتت إلى لبنان وقدمت عروض في الاجتماعات مع المسؤولين في لبنان ولكن هذه الشركات إذا منرجع منقرأ الاتفاقيات الأساسية أول شيء بدأت تتوقع من دولة لدولة ثانياً هذه العروض هي مستقبلية إلى أن يتوفر الحل السياسي والاستقرار السياسي مش هلا طيب ولكن على رغم ذلك كمان لم تحظى بأي ولبنان غير قادر بواقعية عم إليك برجع بقول بغض النظر إذا بأيد ولا ما بأيد لبنان رفض استقبال العروض الصينية مش أنه هي العروض كانت موجودة رفض ما استقبلهم عم جاوة لأ لأ صار في لقاءة صار في لقاءات مع المسؤولين بهذا الإطار ولكن ما صار فيه أسوى حكومة مرة واحدة عن أي رئيس حكومة سقط يستقبل عم نحكي عن حسن دياد إيه بس الصينيين استقبل السفير الصيني مرة واحدة وبعدان رفض يستقبلهم بعد حتى رفض يستقبل المشروع العروض الصينية اللي قتت بعد ثمان ساعات من عندك يمكن قال الدكتور حسن مقال لك بعد ثمان ساعات من تبجير المرفق إجا عرض صيني رفضوا يستقبلوه مش بس أنه رح قليك خليك خليك خلينا نحديد شغلة العروض الصينية من 2013 إيه إجا تمام من حكومة تمام سلاء وربما بحكومة ناجيب نقاط حكومة تمام سلاء كان في استقرار يفتر أوكي أوكي بس كان في سوريا ولكن كان في حرب في سوريا الحرب في سوريا كان فيه وما نحن نائين بنفسنا عن سوريا لا نحن مش نائين بنفسنا نحن نحكي سياسة لا نحن 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 رافضين استقبال أي عرض لحسن خلينا نعمل نحن نتدار نكفل فكرة ونجر هنه ثلاث نقاط النقطة الأولى هيدا الواقع يلي هو قدمت واستقراره دولة لدولة تاني أمكنت عمقول أنه لبنان لا يمكنه الذهاب إلى مثل هذا الموضوع لماذا؟ نظرا للموقف الأمريكي والضغط الأمريكي وإلى ما هناك ما ينطبق على أمريكا على الصين ينطبق على؟ لا ينطبق على روسيا لماذا؟ لأن الستراتيجية الأمريكية كلها تقوم على التعاون والتكامل مع روسيا هيدا الشيء كان أيام أوباما تعاون وتكامل؟ أهي أهي وكان أيام ترامب هلأ بايدن عن بيجرّب يغير ولما إجا وفات بمواجهة مع بوتين ما قدر يكفي لأنه إذا بنرجع كلنا لنظرية هونري كيسنجر بالنظام العالمي بكتابه بال2014 أنه لابد من نظام تشاركي يا أمريكا أنت بحاجة للصين وانت بحاجة لروسيا وبحاجة لإيران وبحاجة لكل الدول لحتى تقدر تستقط بالصين لحتى ما تروحوا على صدام والصدام رح يقدي إلى حرب عالمية لا تبقي ولا تتف تحت هذه الاستراتيجيات الأمريكية وإذا برجع لنظرية برجينسكية اللي مش فيها أوباما وشفنا التعاون أو تقاطع المصالح أو غض النظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح روسيا بسوريا بعتقد أنه بتتوضح الصورة بكل الأحوال لبنان غير قادر على الذهاب إلى هذه الأمور ليه؟ لأنه تابع بشكل كامل تابع هذا التحصيل حاصل هلأ إذا عم بحكي بواقعية سياسية أوكي أنت مرهونة بالإبنوك للأمريكي بالدولار مرهونة للأمريكي لا عندك اكتفاء زيته ولا عندك صناعة ولا عندك زراعة ولا عندك تجارة لا عندك قطاعات إنتاجية بالكامل أوكي مرتبطة بهالنظام العالمي اللي ماشي يلي روسيا بترتبط فيه والصين بترتبط فيه وبتمشي تحت منه ما هو حتى لو راح ما هو ما حايفك هذا الارتباط أصلا ما هو حينوع خياراته إذا بدك بمطرح من المطارح من دون أن يقفل الباب على هذا الارتباط لأنه هلأ مش لحظة الاختيار هلأ لحظة الصراع الكبير صحيح يلي بلش برجع بقول لأخذوا على معنى مبسطة بلش بكلام نصر الله رحنا على كلام حسان ديار أطفى طابعا رسميا حكوميا لبنانيا لما قاله أمين عام حزب الله بس مش المرة الأولى التي يقول بها هذا بما يتعلق جزئية المصارف أوكي ولكن دايما كان السيد يقول بأنه يتعرب لبنان لهذا الحصار والخناق الاقتصادي بس مش أول مرة بتطلع رئيس الحكومي وبيتبنى هذا موقف دين الصوفة يتبنى الموقف بشكل رسمي خلينا نقول صحيح لماذا لأنه مفاوضات فيينا تأجلت أولا تانيا الرد السريع وغير الدبلوماسي من قبل الدبلوماسيين اللي كانوا موجودين سواء السفيرة الفرنسية أو السفيرة الأمريكية أو إلى ما هنالي إذا بدي روحوا أربطوا بمواقف فرنسا ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع إيران والنووي وتخصيب اليورانيوم ومفاوضات فيينا منوصل لأنه في هيدا المفاوضات معرقل بمحل معين صحيح ماشي لما تتعرقل المفاوضات بمحل معين الكل بيرجأ للتصعيد لحتى يرجع يوصل لأرضية مشتركة للتفاوض لبنان هو ساحة من ساحات هذا التصعيد كان الأمين العام للحزب وكان حسان دياب بمحل استدعى هذا الموضوع رد مباشر وسريع غير دبلوماسي من قبل الدبلوماسيين وما رحفو تناقش مين اللي معو حق ومين اللي ما معوش حق بكل الأحوال رحنا على مرحلة ثالثة بهيدا الوقت شو اللي كان عم بيصير شو كان عم بيصير كان في قاعدة عين الأسد عم تنقصف بالعراق وكان فيه الهجوم على القواعد الأمريكية بحق للعمر بسوريا مظبوط ولا لك يعني هيدا التصعيد كامل متكامل له ارتباطاته الإقليمية والدولية شو المرحلة الثالثة شو يعني هو اي شو المرحلة الثالثة مرحلة الثالثة ما عليش عفوان يمكن عم قاطعك بهالحالي انت عم ترسم لنا الحالي مثل كأنه شن الحرب عم يطلع من قبل هيدا المحور اللي عم تحكي عنه اللي مرتبط في إيران لا 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 هو عم بوصف أنا قلت أول شي خلينا نعتبر أنه نحنا بصراع بين محورين بين محورين أساسيين الحرب من بالشي عمر سنين لا بس نحنا خلينا نحدد نحنا بحالة حرب الولايات المتحدة والآخرين وكل الغرب بعده بيتعامل معنا أنه هو أعلن الحرب عليك أنت وقتل بتقول أنك بحالة حصار معناتها هي أنا لما أقول أنه بحالة حصار عمقول أنا بحالة حصار من منطق سياسي لا مش من منطق سياسي أنت مش محاصر سياسيا ولذلك في حركة سوفرة وفي حركة وزراء وفي حركة موفدين من الخارج لا أنت بحالة حصار حصار اقتصاد التجويع شو يعني؟ شو يعني حصار؟ 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 خلينا نعيد تعريف الحصار شو يعني حصار؟ شو الحصار؟ شو الحصار؟ شو الحصار؟ اللي نحنا عم نتعرض له شو هو؟ هو فعل حرب الحصار اللي عم نتعرض له كيف؟ علاقة بمين اللي اتخذ القرار باقفالهم بها الطريقة هادي وبيخنق الناس بها الطريقة هادي وبنهب الناس بها الطريقة هادي كيف سمحولهم للمصارف ينقلوا اموالهم الى الخارج مين سمح لمن؟ بس مين اللي سمح لهم؟ مفيش عانون بيين اللي سمح لهم؟ هيدا في ذلك الوقت ما كان فيه بس لحظة ما ما تنفلت بأمور ببعضها بيمنع انه منع افادة نقل الاموال من الخارج الى الداخل طب كيف هدا معناتها في حصار لحظة بس معنبالك بدو يرجع يعمل اعادة تعريف للحصار شو يعني حصار ايه شو يعني شو يعني بالمفهوم السياسي اللي نحنا عم نحكي فيه يعني الولايات المتحدة الامريكية وقفت المساعدات عن لبنان مش هيك؟ ومنعت كل الدول من ان تساعد لبنان حصار مش مساعدات لتوقت اللي بتحاصر مش مساعدات طيب شو يعني؟ مش ما مدوع منع المساعدات ليش لبنان لبنان هلا بيرجعوا 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 بيحكوك عن مساعدات انسانية شلين المساعدات بيرجعوا بماركولات مساعدات لحظة لحظة شو يعني مساعدات القروض لا لا اول شي القروض من الصناديق الدولية حيدا اسمه مساعدة والمؤتمرات التي كانت طاقة بس بقوا لبنان بيعيش تاريخيا لبنان بيعيش شو مردوده للبنان؟ هلا بدك انردو وقطعات اذا بدي احسن الحصار بدي عارف شو الحصار لبنان بيعيش على الاستثمار سواء ان كان دولي او عربي او على قروض وهيبات وعالتجارة شو هي التجارة؟ شو عنده التاجر فيه لبنان؟ قدي بتشكل يعني وشوية اترازي احنا قلنا انه هايدي الأزمة من عيشة من 30 سنة اوكي سببت فيها لا لا مش من 30 سنة لحظة منذ بدء يمكن هذا الكيان منذ نشوق لبنان من لما سمي ناس ويسر الشارع كنا عم نصنع منه اقتصاد خدمات صحيح من شان هيك عم نقول بدنا نرجع نعيد تعريف الحصار خلينا نعتبر لبنان مجتمع مقاوم وهو بمواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية كيف هي عناصر اليوم مواجهة تعيث؟ فرضا عم قول فرضا ليش انا بدي اتكال على الولايات المتحدة الامريكية تشتقدم لي مساعدة او تسمح لحدا يساعدني يساعدني هذا منطق الحرب اذا انا بحرب معه يعني انا من شان هيك ما بروح بفوت بهذه الاستجالات اللي مش رح تفضل اللي ما هتوصلنا لمترح هنضلنا ندور بحالة قلصة ليش عنا نوصف الموضوع سياسيا كنت عم كفي النقطة التالتي وبس تمضيع ورح ارجع النقطة التالتي هي اللي ترجمت اليوم كردة فعل تمن رجع لمين بلش بيضاء بجاجي بغض النظر زيارة السفراء الى المملكة العربية السعودية العربية السعودية هذا بيعطيك البعد الإقليمي للأزمة بيعطيك البعد السياسي للأزمة والأبعاد الداخلية التي ترتبط بالقوى الإقليمية أو التي ترتبط بالحسابات الشخصية والمصالح الشخصية والأميني هنا انت تعتبر انه موقف حسان دياب بالأمس يرتبط بموقف الأمين العام الحزب الله الاثنين واللي هو مرتبط بتعثر التفاوض القائم اليوم على خط الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية وردود السفراء تؤكد ذلك هيدا إذا بدك بالملخص بتوافق على هذه القراءة؟ لا أكيد ما بوافق على هذه القراءة لماذا؟ لأنه أنا ما فيني اعتبر انه هو تحرش مفاجئ من حسان دياب بالموضوع بس هو شيء بس هو ما قال انه تحرش مفاجئ هو قال استكمال لا إعلام موقف بشكل رسمي لا، وقفت المفاوضات بفييننا طلع الأمين العام بهيدا الموقف وبما ان حكومة حسان دياب هي حكومة حزب الله فبالتالي بس هي ليست حكومة حزب الله هذا اللي بتفهميه وقت اللي بتقولي أنه ينسجم مع كلام أو صدى لكلام حكومة الأكثرية لكلام حكومة الأكثرية بس هي اسمها حكومة حزب الله بس موقف السفرة موقف السفرة نحن نتبرز لأنه هذا خلص مسلمات باعتزق بس عجلت أنه عمل ناقش إذا حكومة حسان إنه شو حكومة سعد الحريري لا ليست حكومة بس إذا عمل رئيس سعد الحريري حكومة بتكون حكومة حزب الله بداعم لأنه اليوم في سناء يداعم لرئيس سعد الحريري سناء الشيعي قصدي بس هل حكومة لا ما بتكون حكومة حزب الله بس هل بتكون حكومة قادرة على اتخاذ أي قرار يواجه حزب الله أو يتعارض مع مصلحة حزب الله بس هل أي حكومة يمكن أو أي رئيس حكومة يمكن أن يشكل حكومة يمكن له أن يتخذ قرار يواجه حزب الله يتطلع نحن على تشكيل حكومة هي لمواجهة حزب الله ولا لإنقاذ الله لا هو عم بيوصفها أنه كحكومة حزب الله إذا حكومة سعد الحريري تكون حكومة الحزب عم إلا لا بيكونوا مشارك فيها أطراف تانين ولكن لا يمكنها اتخاذ قرار يتعارض مع مصلحة الحزب حكومة حسان دياب عم تقول هي حكومة الأكترية طيب مين الأكترية يعني الحزب وهنا فئة الحزب وقت اللي اختلفوا بين بعضهم ووقع الشار طار حسان دياب وصار يتعاطى بنكد معهم مثل ما أشارت ست سورياء أبدو شوي أنه بطل بدو يعمل اجتماعات وبطل بدو يوقع هو قالوني إياها أنه أنتو تخليتو عني أوكي روح ومشوا حكومة ومشوا بغض النظر وصولا إلى أنه مبارح أعلن هذا الموقف حادرتك ما بتوافق على التوصيف اللي قدمه لا ما بوافق رابطو بي فيينا مثل ما كل الوقت بمدا يمكن رابطو بتوقيت إذا بدك أعلان هذا الموقف بهذا الشكل اللي اجاء مبارح على ليسان اللي اجاء على ليسان أمين عام حزب الله كان بيقالوا علاقة بالتوصيف اللي هو عم يوصف فيه البلد اللي حاصل بالبلد من سنة ونص لحديثها لا يعني أكتر واحد بين المسؤولين اللبنانيين أو القيادات اللبنانية اللي طلعوا هكا خطابات بكل مفصل وبكل لحظة مع اللبنانيين نحنا يعني ما بعرف كيف بيوصفوا الواحد موضوع الحصار إذا ما كنت محاصر بأنه ما في عندك كهرباء ما في عندك يوصل الكهرباء شو خص أميركا بالكهرباء بس اليوم ما يكون فيه حتى وليم الحاكم بأمره في هذا البلد معناته مش الحكومة والحاكم يعني لأنه ما هي الحكومة ما أخذت ولا قرار ما هي نحنا اليوم لو الحكومة أخذت قرارات بس لحظة لحظة هاي مش أزمة حكومة حسان ديال ولا أزمة صراع عمره ثلاث سنين أو أربعة سنين أو خمس سنين يعني رح أطيك مثل بالالفين وخمسة عش صار اتفاقنا وكان عندنا كهرباء كان عندنا معامل الكهرباء بس نحنا ساحة تطلع وبتنزل عملية تشغل فيها بس نحنا مشكلة الكهرباء لا مع حسان ديال ولا بعد حسان ديال ولا قبل حسان ديال مشكلة الكهرباء عمره ثلاثين أربعين خمس سنين بالإثنان بس عم تتقاطع وما بيتحملوا مسؤوليتها الأمريكيين بس عم تتقاطع أخي نحنا ساحة بتطلع وبتنزل يعني بمعنى أنه لما يعم يشتد الصراع بين المحورين عم ندفع طمع هذا إذا ما في تعارض كان يرع كان الحكومات السابقة من كان من راعي لكل هذه الحكومات ما كان الغرب أنه مين اللي كان راعي لموضوع الكهرباء وللحكومات الغرب يشتغل بالكهرباء ياسد سوريا بس الآن الغرب منعنا نعمل معامل الكهرباء والغرب منعنا نفعل كتابات الغرب اليارات نعم هل عم نفوت بتفاصيل؟ إذا بدي أحكي بمؤتمر سادر علم أنه أنا بحب أحكي بهذه التفاصيل بس مؤتمر سادر أول شرط من شروطه كان إصلاح الكهرباء هل وافق للأفريقاء اللبنانيون؟ ليه ما راحنا إلى هذه الإصلاحات كلنا؟ طيب راحاتيك مثل هاي سوريا خلينا نشيل سوريا اللي شاهدت حرب والبدك هيدا العراق هم 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 مشاهد احتلال؟ طيب هجا الاحتلال هجا الاحتلال على أساس نشر الديمقراطي لا 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 شو بدي ما راح ناقش بالبديهيات هلا نحكي عن الازدهار وكل هذي يا سوريا ما راح ناقش بالبديهيات هيا ما معتم أكتر من عندنا العراق هيدا البديهيات طيب العراق قداش إله في حكومة موالية لإيران نزالك اللي هنا عم نقول نحن نعيش حالة حرب بكل المنطقة أنا بلشت كلامي بهده شيء بس هليني يسألك سؤال العراق كان في حكومة هلأ إجا مصطفى القازم تسوي بين الإيرانيين والأمريكيين ما هيك؟ أو ما يلا الأمريكيين أكتر من الإيرانيين عتمت الدنيا ليش قصة عتمت؟ ليش قداش إله العراق بدون كهرباء العراق قداش إله العراق في أزمات بالمدارس وبالطرقات وبالبنى التحتية وبالكهرباء وكانت حكومة موالية لإيران من نوري المنكي إلى ما بعد مشاين ما نضيع المسؤوليات يعني تمنى نقعد نغرق بهذه الأشياء صحيح وبدون الغرق بهذه التفاصيل كل هذا المشهد يؤشر إلى إجتداد الصراع في المرحلة المقبلة وبالتالي هذا يعطل مهمة رئيس سعد الحريري في تشكيل حكومته ماذا عن عودته إلى بيروت؟ وهل يمكن القول بأن هذه العودة هذه المرة تستند على عناصر سياسية صلبة داخليا وخارجيا؟ هذا الأسبوع هو أسبوع حاسم من موضوع تشكيل الحكومة وبالتالي وروحة سفر فرنسا والولايات المتحدة إلى المملكة وبعد الاجتماع الذي حصل بين وزراء خارجية بيروما بين وزراء خارجية المملكة وفرنسا والولايات المتحدة معناتها أنه هني حاسين أنه الموضوع عم يفلت بأي معنى؟ لأنه إجيك تهديد باستيراد البنزين والعروضات الإيرانية وورا منا الروسية كل هذه العلاقة بأنه نحن ممكن نتوجه إلى حلول لماذا هذه الأشياء لم تتأمنوا بالعراق وبسوريا؟ إذا هذا هو التهديل البنزين والعروض العراق بعد تحت الاحتلال بعدك تتحدث عن مواقع يعني الإيراني ليس شريك بالسلطة بالعراق؟ شريك بالسلطة أنه في نزاع في نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بالعراق ولا ما في حرب بينهم ما كان في داعش وما كان في احتلالات وما كان في مقاومة وما في نيقاش بالعراق على موضوع تسليم السلاح أو حله للحجر الشعبي أو لا تم كل هذه النقاشات إلا علاقة أنه مش بالعراق قبل بسنة أنه قتل قاسم سليماني والمهندس أنه بعد الحرب بيناتهم وبعد الصواريخ أنت عم تخبرنا عنها بنفس الوقت اللي في حرب هي حرب معركة في سبيل التفاوير هنا هم تقول ما الذي منع العراق أنت عم تقل لي أنه العلي العلي من إيران ولا العلي بالأدوات الأمريكية الحاكمة هو عم يسأل لا بحب استخدام الأدوات ولا بحب استخدام في نظام عالمي لحظة شوية لحظة شوية في أدوات موجودة بالحكم بالسلطة من اللي نهب هو عم يتأل لي ماذا لم يني Ьهم كانوا بالحكم كانت سوريا ادوات أمريكية بتوافق على التوصيف أدوات أمريكية كان في كمان شباب وتوافق على سورية على يبنان كانت أدات أمريكية أولا ما يوافق على الوصائي السورية ليس فيетров الوجود السوري كان في صauen في اتفاق الطاقف Bang الاولايات المتحدة والسوريين طيب يعني هؤدي كانوا ادوات بس كل الوقت كان في شباب انت كان في عندك احتلاز لبنان لما كان النظام السوري هو اللي حاكم باللبنان يعني انت اليوم انت اليوم حتى حتى بالحكومات السابقة من 15 سنة لليوم مش كان حزب الله بقلب الحكومات هل يتحمل مسؤولية كاملة لا حزب الله كان شريك شريك في هذه الحكومات مع وكلاء الامريكان لحد اليوم لحد اليوم لحد اليوم لحد اليوم لحد اليوم لحد اليوم نظرية بعيدا بعيدا عن كل هذه التوصفات سألت سؤال واضح بما يتعلق بموضوع زيارة يعني عودة رئيس سعد الحريري الى بيروت وقدش ترتكز على عناصر سياسية اليوم داخلية وخارجية قد تمكنوا في المرحلة المقبلة من تشكيل حكومتهم تفكيك الى يوم رايحين الى هذا التشكيل او رايحين الى خيار اخر هذا هو السؤال أنا برأيي كان الكلام بالأسابيع الماضية أنه ما في لا حكومة ولا انتخابات ولا كل هذه الأمور ولكن لا صار فيه أصوات يعني عم تطلع من الشرق إذا بدك تسميها إذا كان الوفود الروسية اللي رح ترجع على البلد وكل هايدي العروضات أنه ما رح نسكت بموضوع التجويع اللي حاصل بالبلد وبالتالي مضطرين هني يرجعوا يحكوا أنه مش رح ينهار البلد وبالتالي مضطرين يرجعوا يحكوا على بيحلهم يمريكس أن في عادة نظر بالنسبة لإستاتيجيات وضع اللي يبناش بعدم منعه أو يعني عدم تركه لهذا اللي يرشم ليه بدنا نفهم أني معتبرين أنه كانت هايدي ضغوطاته لذلك التلويح دائما أنه أو بتنفذوا الإصلاحات مصطلح الإصلاحات اللي كل الوقت بشروطات صندوق النقد الدولي أو بتجوعوا وبتموتوا الجوع وبتموتوا من العتمة يعني كل هالسليب يعني كل هذي الأزمات برأيك مفتعلي لتركيع لبنان بمطرح المطار أكيد مفتعلي كل هذي في تبجيرات عم تحصل بالبلد كانوا ناويين يأخذوا البلد وبعده ما زال لحد اليوم يعني لحد اليوم بس تسمع أي صوت بتقولي اشتبكوا لحد اليوم أنت يعني شايفي الأمور رايحة باتجاه اشتباكات وقطع طرقات وكل واحد على أسلاحه بحالة انهياء بحالة تفلش بحالة تحلل الدولة تحلل الدولة نهائيا يعني اليوم بترك بكل كلامه بس معناه عم يحكي عن أي موضوع بموضوع الحياد ولا غيره رجع صار يحكي أنه البلد عم يموت عم تموت الدولة في لبنان انتهت الدولة إذا بيستمر الوضع نص دقيقة زيادة خلاص نقطع المكسجان وهذا اللي كان عم يحكي فيه حسان دياب مبارح مع الدول الأخرى أنه عم ينقطع الأكسجان عن الدولة عن البلد من وين بدك يجيب أكسجان؟ من وين بدي يجيب أكسجان؟ كل الوقت كنا عم نقول بدك حكومة وطنية ومشاريع إنقاذية شو هي المشاريع؟ أنا بدي اختراعها لشانا للسلطة الحاكمة لا انت صحفية عندك وجهة نظر شو هي المشاريع الإنقاذية؟ يعني توقف نهب وترجع ليش فجأة بدك يصير في حلول؟ شليل النهب شليل النهب شليل النهب يعني ما تخطيني بالتفاصيل النهب من أساسيات النظام اللبناني هلأ شو بتناقش بالملائكة؟ ايه بس ما اليوم إذا دكتور إلا حكمة الإصلاح بدك توقف هذا طيب ما شو يعني إصلاح؟ طيب ما هي عم تعترض على شروط صندوق النقد الدولي بالإصلاح؟ بس بدي توقف النهب طيب شو الحال؟ طيب بعرفش؟ ما بقي بدي أسألها؟ الحال كل الكتلة النيابية بكون توصلنا لنقطة بك مين نحن؟ يعني الكلام اللي عم ينحكي أنه نوصل لنقطة أنه ما عندك خيار إلا بإصلاحات صندوق النقد الدولي ممكن يتخيل انه في حل غير صندوق النقد هلا انا والله مش كتير بحب تساجل بس خليني اعمل هيك عرض بسيط اوكي ومستعد اتخلى عن الوقت اللي بيبقى اذا اعتبرت اني اني زدت الوقت بها العالم كان فيه صراع قطبة او صراع ما بين القطبين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ما هيك من وجهة نظري انا مؤيد للسوفيتي ولكن خسر هذا المشروع سقط الاتحاد السوفيتي ربحة الولايات المتحدة الامريكية الخيار اللي برالي اللي بدكية يلي انتج النظام العالمي الجديد والسوق العالمي المشتركة وشركات متعددة الجنسيات وإلى ما هنالك مش هيك ربح الجماعة اسسوا لنظامهم العالمي يلي هو ادروا من خلاله يكمشوا العالم كله هلا ما رحلوح على النقاش الفكري وسقوط الأفكار وتتفيه المجتمع يلي هو جزء من المشروع ويلي هو جزء من انه بيغزيك بالجينز وبالبيتلز وبالأغاني وبالموسيقى وبالهامبرجر وبما بعد شو ما بعد شو كسح العالم اذا بدي يوصف بواقعية سياسية ويلي هيدا الشيء انا ما بوافع له كله انا ضده ولكن بالواقعية السياسية وصلنا لهون لنظام المصارف ولنظام صندوق النقد ولنظام البنك الدولي لانه ما كانش فيه خيار بديل قدر يصمد بوجه هل النظام او بوجه النموذج والدليل الاتحاد السوفيتي اللي كان واقف صقه مظبوط ولا لا طيب اليوم ايران عنده كل المقدرات وكل المقومات هل قادرة تطلع برميل نفط لبرا بغض النظر عن كل الاسليب اللي بيعملوها لحتى يقدروا ولكن بطريقة ما امقلك بيغض النظر عن هذه الترقم لانه الدول اليوم اللي مفروض عليها عقوبات بس انه تعاطي من دولة لدولة بشكل طبيعي بتقدر في ظل العقوبات القائمة لا بسبب هيدا النظام اللي تكرس صحيح هل روسيا قادرة تعمل شي بظل العقوبات المفروضة عليها كمان لا اكيد لا وانا بالعروضات اللي اجلت اليوم باري لك لا لا مش عم بيحن بالابنان مش مفروض عليها في شركات روسية مفروض عليها عقوبات هاي الشركات روسية بتقدر نحن احنا هو هيدا مش قدر موضوع العقوبات مش قدر ونحنا يفترض مش مسلمين لكي بلك خير بيه خليني اسألي هو عم بيحوص على اسألي وصي نفس الشي طيب هاي سوريا سوريا تحت الهايمن الامريكي شي كلا لا قادر الروسي يضرب ضربة بسوريا قادر يجيب برميل بنزين قادر يحط حاجة ولا لا رح يقدر وين رح يقدروا قلنا عشر سنين طيب قلن ثلاث اربع سنين بيقولوا خلصة الحرب وانتصروا كل اجتماع بعد اجتماع بيجي لافروفل عند الامركانة بيقلو شو بتكون لنعمل بسوريا بقلو سوريا مش مهتمية الروسي عم يختنق بسوريا اقتصادية ليش لانه الامريكي فارد العقوبات وفيه انون ايصر الكل عم بيصرخ من انون ايصر مش هيك طيب ما فيه امر واقع الروسي عم يختنق بسوريا ولا انا اقتصاديا عم يختنق بانتقاء مصطلحي اوكي اقتصاديا عم يختنق اه رئبت الصحافة الروسية يعني حال سياسي يعني الامريكي طيب هلا فيه هذا الامر الواقع انا بدي اتعاطى معه يا بدي اتعاطى معه وروح امشي بهيدي بهيدا دفتر الشروح يا اما ما بدي يكون معه ما هو البديل المطروح البديل المطروح هلا بالمعطل موجود اوكي اوكي ليه هو اللي عم نعيشه اليوم بروح على ايران اوكي بجيب بالتهريب باخرط نفط او باخرط بنزين وبجيب بالتهريب ما بعرف كمتون قامح وطحين وما بعرف شو ما بس هاودي قديش بيقدروا يبنوا اقتصاد قديش بيقدروا بس ما هو محدا اللي عم بولي اشترا رحيلة ببناء هذا الاقتصاد تقترح هايدي الخيارات هلا بهيدي اللحظة طلعت هادي ما كانت على برنامج اي عمل حكومي ولا كانت على برنامج انو تنميع الخيار للانقاذ هايدا خطأ سابق هايدا اللي حكا انو انت وقتل بدك تخنقني انا بدي يلاقي طرق يعني متل ما انت عم بتقولي انت بمواجهة معه بدي كايد فعلك مصاري لا اذا انا عم قول عن حالك لحظة ما بدك ايه يتنفس يعني هو اوكي عم يخنقك انت عم تقول بصراع المحاور القائم انا عم وصف واقع ايه عم تقول بصراع المحاور القائم في ظل هذا الخيناق الاقتصادي الحاصل عم يجي مين يقول لمن يمارس هذا الخيناق انو انت عم تخنقني انا ما حقا خليك تخنقني لاموت انا بدي روح اليوم الى تنمي خيارك اكثر ولا اقل روح انا مش مش ضاد ايه ايه خليني روح اوكي بس انا عم ناقش بفكرة انو بعد ما اروح شو رح حقق هيدا السؤال بدي ايه ليش مقدرت ايه ليش لحد هلأ مرحت ليش سوريا مراحل وليلا هلأ بعد مرحنا ليش سوريا مراحل ايه طيب طيب سوريا منا هايمنة امريكيين دب نحنا اليوم بلبنان ليه مراحل وعطينا ما عم نقول لي ايه عم بسأل مراحل لبنان يشارك بالحصار على سوريا ولا لا لابنان بيقدر يحمل قرار بشارك او ما بيشارك كيف بيقدر يحمل قرار انت لما عندك حكم وعندك ليش ليش صار هالتدمير هيدا كله مش حتى تشارك انت تدمير شو تدمير البلد تدمير الدولة بعد فيه شي بالدولة ماشي انو هيدا التجميد اللي انت اعترضت انو نحنا لأ انو مش مش عامل حالة تجميد حسان ديار ما عمل تجميد البلد دولار ب الف و ستمية ليرة دولار ب 18000 ليرة شو تجميد اه هو حرك الموضوع هو شريك هو صاحب قرار هو موجود مش هو حرك الموضوع يعني ما صار في تفجير 17 سنين وصار في تفجيرات وتفجير المزام المصرفي لا 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 انا رأيي لا هو ولا غيره يعني لو مين ما اجا خلاص بلد انفجر ولما ينفجر ما بق في شي بيهده الا لا توصلي على السفر بس هو توقيت الانفجار هو توقيت الانفجار كان عم يترى علامات استفامة كل المقاربات الاقتصادية كانت عم تقول انت عندك خيار هلأ بالواقعية الموجودة عندك خيارين اثنينتهم بيتلازموا معهم ولا هنا اوكي بالاخر بالاخر مثل ما ايران عم بتتفاوض امريكا تتروح تعمل اتفاق معا وتطلب من امريكا ترفع العقوبات اندي بتكتروح عند الولايات المتحدة الامريكية وتتفاوض هون انا اشتر منك وهون بروع السياسي وستراتيجي عندهم اربع خمسة شروط بدنيا انا شو بقدار اعمل فيه هيدا هيدا هو السؤال برجع بقليك بغض النظر اذا بوافق او لا اوافق بتنكر انه بدون ترسيم لحدهم تماما خطب اي قلتة معناتها في في الاجراءات اللي عمولها من عشر سنين اي طيب طيب شو حال منعطيهم اللي عمقول شو بتعطيهم انا عمقلك عموصف لك الواقع السياسي فيه هاي اختاري شو بديك تاعمل حنسأل عن ما هي بس انا بسأل سؤال اي بدي اطلع بفاصل اذا قول بل اي ماشي الحال هاشل اذا جينا على اتفاق نووي ايراني امريكي بتبقى معقدي هاي القصص ولا بتصير اسهل الحل تبعا بتبقى معقدي موضوع اسرائيل والحدود والدرسيم الحدود لانه هادي مواضيع منفصلة عن بعضة بتنفصل يعني الايراني الايراني كل الوقت عم يقول انه هو بفييننا وبالنووي مش عم يحكي الا نووي مقلة علاقة بموضوع لا السعودية ولا اليمن ولا العراق حنفوت نسأل بعد التفاوض لوين بتروح الامور فيما لو رحنا الى التسبيه او ما رحنا الى التسبيه ولكن مباشرة بعد هذا الفصل نودي بعد تسعون دقيقة لها دي الليلة ومعي ضيوفي السيد سوريا عاصي السحفية وايضا الاستاذ مونير الربيع يعني كان محتد شوي النقاش او اذا بدك الاختلاف والتباين في وجوهات النظر لا يفسد في الود قضية ولكنه لا يفسد في الود قضية هو من منطلق توصيف الواقع السياسي وصراع المحاور القائم وانت بالرد على هذا الموضوع فيما يتعلق بدرج على يعني واشار بشكل اساسي الى خطاب الامين العام لحزب الله نهار الاثنين واللي للمرة الاولى يمكن يتطرق سيد نصر الله لمسألة ازمة النظام بهذه الطريقة البعض رأت وصفا حقيقيا ولكنه يصعب الحلول علم ان فرنسا كانت تحدثت عن ازمة نظام في الفترة السادقة حكيت عن عقد شجتمعي جديد صحيح ومعروف انه هذا المرض اصاب النظام اللبناني يعني شأنها ما بينه وانه اليوم الشفاء يتطلب يعني علاجا شاملا لأساس المشكلة ولكن اليوم يعني مجرد ان يتطرق سيد نصر الله الى ازمة النظام ما شفنا هالردود الفاعل القاسية يمكن مرة واحدة تطرق الى مؤتمر تأسيسي وشفنا ردات الفاعل في ذلك هيدا يؤشر الى ماذا هو هذا اللي كنت بدي رجعك لأله موضوع المؤتمر التأسيسي مش اول مرة بيحكي فيها وما عاد يعني رجع كررها لانه شفنا كيف قامت يعني اي حدا فينا بيطلع بيقول نحن بحاجة وهذا الشي الطبيعي بحاجة لمؤتمر تأسيسي لإعادة تأسيس لهيدا النظام وانه هيدا النظام وصلنا ولاد كل هذه الأزمات والحروب اللي عم تسير بالبلد فأكيد أساسا مش قارين شو عم ينقال وشو عم ينحكي الموضوع كله تصويب من الأساس يعني حتى بموضوع انه شو الخيارات اللي عنا ونحنا مش بحالة حرب ونحنا يفترض نتفاوض نحنا والأمريكي والأمريكي حاطت ركبته على خنائنا بس رغم هيك انه في قلو شروط صندوق النقد اللي ما عنا خيار آخر غيره إلا أنه عندك موضوع اللي ذكروا الأستاذ ربيع موضوع ترسيم الحدود البحرية حدود وصواريخ الدقيقة مش معا والصواريخ كل الوقت يعني هلأ بس عم بتقولي أزمة البنزين بيقولولك السلاح فقدان الدواء هلأ اليوم الاختراع يعني اللي عم يصير هذا التدمير الممنهج واللي عم يصير بأيدي اللبنانيين أنت بتزعل أنه نقول عنهم أدوات لل مش بزعل مش بزعل أنا ما بحب استعمل ما بحب استعملها بس هؤلاء اللبنانيين هؤلاء اللبنانيين احنا شفتناهم بالألف وتسعمية وخمستاش وبعده هلأ رجعوا يذكرون فيهم وينعشوا ذاكرتنا التاريخية بهذا الموضوع كيف أكلوا بعضهم ببعض المطارئ عن المجاعة عن المجاعة بتلك الوقت ونحنا اليوم عم يدفشونا بهذا المجاعة أنت عم يخنقوك كل الوقت نحنا اليوم نحنا عم نقول أني أخطنق بآخر ثلاث ثواني اللي باقيين فيها أنه ما عندك أي خيار إلا أنك بدك تبتكري وتشترع خيارات وحلول تنقذ الوضع وكل الوقت نحنا من 17-20 لحد اليوم كنا عم نقول بدنا حكومة انتقالية بدنا أنون انتخابات بدك انتخابات حكومة انتقالية لتوصلك للانتخابات ولا تعمل أنون انتخابي يغير بوجه هذا النظام الطائفي البغيد الذي يدمر كل شيء بالبلد وهي المحاصصات والجشع والاحتكارات والطغمة المالية بس كيف قرأت أنت يعني موقف سيد نصر الله عندما يقول بأنه هي اليوم ما نعيشه ما أنه أزمة بالخطاب اللي سبق وأنما أزمة الحكومة هي يعني نتاج أزمة النظام القائم تماما وتطرقوا بهذه اليوم تطرقوا هذه الأزمة بهذا الشكل بالخطاب اللي قبله لأنه اليوم كان عم يحاول عم يحكي مع نخب عالمية وصنع رأي عام وكل مثقفين وأساسة الجامعة وكل هيدا لذلك هو بالخطاب اللي قبله كان عم يحكي عن موضوع الطواقف وأنه هيدا الشد الطائفة وهيدا العصبيات أو المحاصصات اللي عم نشتغل فيها عم تغرق البلد أكتر وما في طائفة بتنقذ على حساب البلد البلد رح يغرق والكل رح يغرقوا معه بهالحالي ما حدا بينقذ حاله ما حدا يحس حاله أنه طائفة ممكن السنة يقدروا يأكلوا كل البلد بالوقت اللي أنه المسيحي أنه إذا نقلب على الشيعي كمان بس اليوم مجرد الإشارة إلى هذا الأمر يؤشر إلى ماذا إلى بداية مرحلة جديدة بأنه حزب الله في المرحلة المقبلة سيدفع باتجاه تغيير هذا النظام أو إعادة يعني اليوم أو طرح هذا الموضوع على طاولة حوات رجع من جديد يثبت مواقعه بموضوع المقاومة يعني أنت وقت اللي اليوم بيطلع لك بني جاتس اللي عم بيحكيك أنه هو رح يعمل جولات من أجل مساعدة لبنان أو الحث لإيجاد خيار لمساعدة لبنان أنه لعيوننا الحلوين ولا لجمال الأنهر بلبنان أو أطماعهم بالأنهر يعني كمان أنت مأخرة عنه مأخرة عنه للإسرائيلي أنه عم يقول أنه إذا بيستمر الوضع بهالطريقة هايدي أو حتى الحرب اللي هني عم يدف شوف باتجاهها كل هايدي الموضوع بموضوع النفط والغاز أنت مش عم تقدر يتقدم شيء إذا ما عملت حكومي بلبنان ما بتقدر تاخدي قرار وهذا اللي صار يعني هلأ بتفهمه ليش نرمت موضوع المرسوم الأخير على الحكومة أنه لازم تجتمع الحكومة وتوقع هذا المرسوم إيه ليرا ما مش هو يعني إذا بدك تتراجع بالموقف من قبل فصل الرئيس الجمهوري لا هو يمكن كمان تهدد من الأمريكان وغيره فاوليش بدي يحمل الطابي لوحد الكرة لوحده ملكل كل الوقت نحن عم نحكي نحن عم نحكي هو ولا مرة سكر الباب قدام الأمريكان أنا مش عم صنف هيدا أمريكاني وهيدا مش أمريكاني يعني فيه أنه أنه أنت فيك تصنف هيدا وطني وهيدا عم يشتغل مين بيصنف ما حدا بصنف لحظة 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 أنا ما قلت هيدا كمان مصنف لا أنا عم بسا حسار السياسي ولا مرة تسكرت الأبواب أمام أي موفد غربي بالتالي ولا مرة هني قطعوا الاهتمام بلبنان على الكل بيقول أنه مش أولويات اهتمامنا بلبنان لا مش من أولوياتهم الإيجاد حل للبنان ولا أولوياتهم إنقاذ لبنان ولكن هني بموضوع لبنان أنا بوافق 100% بموضوع لبنان بعدك على نفس النقطة اللي انطلقت من 2005 ولذلك بشلل بلقاحات شلل الأطفال بلقاحات الكورونا بالتفريغ اللي صاير بالتدمير اللي صاير على المستشفى والقطاع الصحي طيب 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 هيدا كله رابطينه بيقولوا لك بالسلاح و هيدا و عشان هايك كل الوقت منقول شو بده يصير بذيانا بده تنعكس على لبنان لا كل الوقت و حتى من قوتنا بلبنان ولا مرة كان فيه إمكانية لعنتاج تسوية محلية ولبنان دايما كان نتيجة إذا بدك تأثيرت كل التسوية الخارجية الإقليمية والدولية من 17 شرين نحنا و نبحث أصواتنا و نقول بدنا حكومات إنقاذية طيب رحتوا إلى حكومة رئيس حسان الدياب مش إنقاذية لا شكلت حكومة شو لا إلا إذا أنتو عم تتنصلوا مين نحنا أولا يعني أنا 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 مراقبة وأنا عم ببرائب الأصص نحنا وقت اللي عم نحكي أنا عم بحكي نحنا نحنا الشعب نحنا الوطنيين بالبناء مين الوطنيين كلنا وطنيين لحظة يعني نبقى عن جد ما نخط بعيد من وطني ومين مش وطني وفحص دام لا خلينا أرجع للنقطة الأساسية في ما يتعلق بإشارة السيد يعني موقف السيد بموضوع أزمة النظام أستاذ مونير بهذا التوقيت تحديدا وكنت سألت أنه اليوم قال السيد بشكل واضح بأنه ما نعيشه هو نتيجة أزمة النظام القائم مجرد التطرق اليوم يعني نقول الأشياء مثل ما هي بهذا الشكل هذا يؤشر على ماذا أوكي بس قبل كلمتين تفضل كلمة الأولى ليش قلتلك عن رئيس الجمهورية لما تفضلت حدثك وقلت عن موضوع المرسوم أنه خضع للأمريكيين أنه أول ما خضع أنا ما قلت خضع أنتقولي قد يكون تعرض لضغوط أمريكية في دغوط مش كل شوية منشوف وفد نحن جاي عشان أنا معك أنا معك أنا مع وجهة نظري بس رحالك يشألت الكلمة مش معطل بترسيم المفاوضات ترسيم الحدود معطل إسرائيل إنه تستخرج غاز لا مش معطل شي شهر الجيه بتطلع غاز هي هي هيك عم بتقول لك ليش هلأ ريك دي إسرائيل بدأ تساعد لبنان لإيجاد حل وإيجادة وتشكيل هلأ وين إسرائيل تريد أن تساعد لبنان؟ هلأ صد إسرائيل بدأ تساعد لبنان؟ هو الموقف هيدا المزيد يعني؟ أنا هتلي معي هادل يعم بيطلع بالعالية؟ هو عم بيقولها لهدف سياسي بيتعلق بموضوع تاني شو الهدف سياسي؟ قول الفكرة وصل الفكرة اللي بدأك تقولها الهدف سياسي إنه بلش يتحكيها إنه هو عم يعرض علينا عني أنا نتفاوض مع أمريكا وأمريكا عم تخنقنا فرجعت هي قالي إنه رئيس الجمهورية قد يكون تعرض لضغوط أمريكية وهو عم يتفاوض مع الأمريكان حسب ما قالي وكبوا المرسوم عند اللي هاي ومعروف رئيس الجمهورية حليف مين؟ واحد اثناء إيران عم تتعرض لضغوطه لعقوبات اللي بدأك مع الأمريكان وعم تتفاوضه مش غلق ما المفاوض؟ أنا مش ضد التفاوض ما تذكرت لبواب بموضوع التفاوض هو ليت راجع ليه المرسوم قعد بجرور؟ ماذا ليت راجع الآن؟ ما حكيناها؟ حصلنا حكينا مئة مرات ما أولى ما نفتح الموضوع؟ ليه لأيزات العقوبات عن وزير جبران باسيل؟ طيب بكل الأحوال نحن هلأ على سيد نصر الله سيد نصر الله حكي مرتين بأزمة النظام مرة عندما تحدث عن مؤتمر تأسيسي ويوم الثاني صحيح تتذكروا أمتى أول مرة حكي عن المؤتمر التأسيسي؟ وبعد منا لقتوا الناس لحزب الله أن الحزب بدوا يعبدوا مؤتمر تأسيسي ومثالتة والحزب ينفي وبكل خطاب يطلع سيد نصر الله ويأكد أنه مش صحيح وطلعت ردود فعل أنا ذاك منذ سنوات أمتى قال المؤتمر التأسيسي؟ أمتى قال؟ 2008 شو كان فيه بال2008 كان فيه تجديد التفاوض الأمريكي الإيراني بعهد بوش حسنا هذا الرابط هذا الرابط يؤدي إلى أنه وراح بوش وإيجا أوباما وقت اللي كانت المفاوضات بعهد بوش وكانت كوندوليزا رايس وصاب الاجتماع الشهير بشرم الشيخ بين منو شهر متكي وكوندوليزا رايس بهذاك الوقت ووضعت المنشورية بكل الأحوال بكتب ومذكرات وبالصحافة بوقتها كان هناك تصور لدى الحزب وإيران بوش هو المحافزين الجدود وهو السقور الأمريكيين اللي عملوا حرب إنه لابد من مواجهة هذه الضغوط وبنفس الوقت استباق هذه المفاوضات بتقديم طرح سياسي جديد بلبنان يتلائم معنى مستقبلا وبوقتها كان الحزب ظاهر منتصر من حرب تموز لابد من تقريش هذا الانتصار بالسياسي نحكي عن المؤتمر التحسيسي مش هيك؟ صحيح طار بوش وإجا براك حسين أوباما براك حسين أوباما ليه مصر على حسين أوباما هلأ أبقلك ليش مصر على حسين؟ لأنه تطورت العلاقة أكثر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعزز قطار التفاوض أكثر وصلنا إلى الاتفاق النووي لا لا قبل 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 نحن نحكي بالمساء وصلنا إلى إذا بدي أحكي بلبنان تما أربط كتير وبعد عملوا الإيرانيين انقلاب هائل على السينسين شاهد؟ اللي كانت سوريا شريكة فيها واللي كان النظام السوري بده سعد الحريري بهذاك الوقت وفرضت إيران حكومة أخرى بإقالة حكومة الحريري عم تحكي ويوم ما سمي بإنقلاب على رئيس سعد الحريري بعد دخوله إلى بدون أي ردة فعل أمريكية تذكر واحد أنا ذاك مظبوط وهي دقل مؤشراتها بالسياسة بشيك؟ بس كنا ظهرين من أزمة كبيرة جدا في ذلك الوقت عم تحكي بال2008 2011 2011 طريق الإنقلاب على حكومة الحريري 2011 كنا عاملين سينسين وصورية سعودية والملك عبد الله والبدكية مش هيك؟ راحوا من هون وقت اللي طيروا حكومة الحريري راحة وفود لبنانية من هون رفقت بالأسد قالوا له بدنا ساعد قالوا نساعد معكم ماشي؟ رجعت الوفود اللبنانية رجع أوكي؟ وفد من حزب الله وحركة أمل من سوريا كانوا آخدين قرار إيراني أنه لا فش الحريري الوفد اللي كان مبلغ من الأسد بأنه أوكي للحريري رجع تاني يوم راح على سوريا وتبلغ منه العكس هلأ بديش فد بهاي التفاصيل بس بكل الأحوال بدأت توصلنا إلى وين؟ هذا المؤشر على أنه تحسن العلاقات الضمنية الأمريكية الإيرانية بهذاك الوقت والتي أنتجت الاتفاق النووي في 2015 وبموجب هذا الاتفاق أخذت إيران لبنان وأخذت سوريا وأخذت العراق سألأ اليوم لبنان عن جد هو تتابع لإيران؟ سياسيا على الأقل كان جابت كهربا سياسيا أي كهربا ما اليوم أنت عم بتقول أنه اليوم إذا لبنان هو تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأقل يوم تستطيع مساعدة لبنان؟ أنا عم أقول سياسيا أولا ثانيا اقتصاديا لا تستطيع لأنها لديها أزمة اقتصادية وهي لديها أزمة كهربا ما في المظاهرة؟ كيف ما بتقدر تقدر اليوم لما بتكون دولة مثل الجمهورية الإسلامية أعطيتها كعرض؟ وبيتطلع السيد نظر الله بإيران تستطيع العرض والقليل ما عم نحكي؟ في عقوبات أمريكية على إيران إيران رح تقدر تجيب كهربا على لبنان؟ طيب أنت بدون ما يفرضوا الأمريكان عليك عقوبات بشكل رسمي؟ طيب مثل ما في 62 دولة ما في كتير دولة اليوم مفروض علي العقوبات وعم تاخد من إيران وين؟ مين؟ في فنزولا شو الوضع في فنزولا؟ طيب أوكي بس ما فيه ما بيصير فيه ما تقدر اليوم جمهورية الإسلامية تعطيه؟ ما فيك تقارب النموذج الصيني بالنموذج اللبناني عم تقارب الصين طيب رجعني على الفكرة الأساسية خليني على السياسة بس توضحها أحسن ما تبين أنه ما جاوكي الموضوع الأساسي هو بالسياسة لبنان راح باتجاه إيران لبنان الرسمي؟ لبنان الرسمي عبر شو؟ كيف؟ الممارسة السياسية ما قال لي موين؟ لما أنت تقوي شيء اسمه نائي بالنفس بفعل الأمر الواقع وتروحي على سوريا ولما أنت تأخذ مواقف بالجامعة العربية وغير الجامعة العربية بغض النظر إذا العرب مع الحق أو معانا شح حق تستفز العرب وبيعتبروك معادية يعني أنت رحتي على محل تاني كما أنت دائما كنت عم تعمل ردة فعل على الفعل المرتكب بحقك أنه دايماً كان الهجوم كبيراً لك وعلى نعم بحكي كانت حتى مواقف وزراء الخارجية أنا داك يتسرد إلى البيان لا 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 على البيان الوزاري المتعلق بالمقاومة أول إجراءات عقابية لماذا تخضوها بهذا المنحة؟ أول إجراءات عقابية كانت قبل الرئيس عام بعهد الرئيس ميشيل سليمان وبعد منه كان الرئيس تمام سليم شو بيكون تذكروا وقف الهبة تبقى لتلات مليار للجيش اللبناني سحب السفرة تهديد بسحب بوقف الخطوط الجوية شو بيكون؟ ما كانش عام ما عم نقول أنه ما عم قلنا تقلت ما نغرق بالتفاصيل آي بس هيدا كله وكمان بالالفين واتمنتعش عتقل إسرائيل طيب ما هيدا كله بيأكد أنه ردة الفعل العربية كانت هي بسبب أنه أنت عم تعتباره أنه رد فعل مش عم تعتباره اعتداء لا أستاذ مونير أستاذ مونير أنت قلت أنه صارت فعل لا 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 لحظة لحظة خليني خليني إيش رح لكيه إيه صار الانقلاب وراح لبنان إلى المحور الإيراني بس خليني رد عليا بالمعنى اللبناني أنا أوكي هيدا تعدي على سياسة لبناني ولو رد كيه بس بالمعنى السياسي بالصراع بين المحورين هو فيه فعل وفيه رد فعل ليش هو الفعل ورد الفعل إنتا يعني بيهال حال يعني لما إيران بطقصوا في مكة فيه فعل وفيه رد فعل أو لا فيش لما بيطلع الرئيس سعد الحريري بعمل تسويه لما إيران بتروح على يمن سهدد الأمن القومي السعودي هلا بيش موت بهالي لما عملنا تسوية رئاسية لما صارت تسوية رئاسية واجه رئيس سعد الحريري رئيس للحكومة ورئيس عون رئيس للجمهورية هيدا التسوية كانت آخر نتاجات الاتفاق النووي إيراني لانو انت عم تقول با اوكي لان بهذا الوقت عم تقول لبنان كان بالمحور الإيراني مدي عارف بهالتسوية كانت بأي إطار لك ليش يعمل شو يعني محور إيراني محور إيراني إيران التي ربحت الاتفاق النووي مع إدارة أوباما يعني شاب في إنعيكات وربحت بلبنان يعني ربحت سياسياً بلبنان مش انه لبنان كله صار بجيبة إيران أوكي يعني صار حزب الله اللي هو موالي لإيران هو اللي بيجيب رئيس جمهورية وهو اللي بيجيب رئيس مجلس وهو اللي بيجيب رئيس الحكومة وهو اللي بيجيب الحكومة وهو اللي بيعمل هيدا الأشياء كلها بالرمزية السياسية أوكي حس difficult يا سار لاعب أساسي هو اللاعب الأساسي kalau something we have, then that's not intended أوكي أس طبيع takes time رئيس حكومة. ودعا سيد نصر الله باول العدم الاستقالة. وقال له لا تستقل. عم بحكي عن اول التسويه. اول التسويه. لا لو ما كان فيه هو قبول فتح باب امام هذه العودة. يعني التسويه اللي صارت بين عون. اوكي ورئيس سعد الحريري. كان حزب الله شريك فيها ضمنها. بشكل كبير. صحيح. كان ربحان ورقة اللوت وورقة ليا نصيب. سليمان فرنجي وميشيل عون ونقل بدك ايه. طيب هاودي بالصدفة بصيره ولا فيه متغيرات اقلبية. لانه نتيجة طبعا كل هذه المتغيرات الاقلبية اوصلت الى هذا المشاط. صحيح. هلا شو اللي عم بصير. رحنا ارتاح الحزب. صار الحزب بما انه قادر يجيب هايدي الرئاسات وهيدي المؤسسات. متل ما بده سياسيا. شيليني من الاقتصاد. هلا هلا بوصل على الاقتصاد وعالوضع الاقتصادي. اه ليش بد روح حكي بالمتالفة? لا خليني هاي. هايدي مواحدة. بس ما هو طلاع عبر عن هذا الموقف. ما هو مولى مرة طرح هذه المثالة. طرح اول مرة المؤتمر التأسيسي طرح. ما هو شو ترجم دي وقته? ترجم لانه هناك من اراد ان يترجم. متل ما هلا هناك من يريد ان يترجم. هو مش نفى المؤتمر. نفى الحديث انه يا خي قلناها وباش بدناها. سحبناها خلاص. اوكي لانه عملت روض فعل. ليش? ليش? لانه حقق اللي بدوا يحققوا بالسياسة. شيلونا من القصة ما نطمن المسيحيين. المسيحيين فلافاقنا. والسنة فيش في التسنية شيعية قدرنا نتجنبها. فمنبقى بهذا الواقع. هلا شو اللي عم بصير? ليش اشارنا اول شيء. لماذا اشاره الى ازمة النظام? ليش اشارنا لعرقلة مفوضات فيينا وإلى ما هناك. وهو اشار لهذا الموضوع. اولا بالتوصيف الدقيق معه حق. في ازمة نظام بالبلد. اوكي. في ازمة مافيات وفيه 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 وفيه. بس هو كمان بالقراءة السياسية تبعه. بدو يضل بالواسعة. شو يعني? انه كيف ما قلبت القصص? لا. في عنا خيار جانبي. بدنا نروح عليه بحال ساقت الامور اكتر او تعقدت الامور اكتر. يلي هو? اذا زاد الضغط علينا متل مكانة ست سوريا عم تعطي متل. انه اذا زاد الضغط الاقتصادي علينا نحنا نروح على ايران وعلى روسيا وعلى مدروان. اذا زاد الضغط علينا بالسياسة. اذا تقلت بقصة الترسيم. وبقصة الصواريخ. وبقصة النقاش السياسي. يعني بقصة الضغوطات الكبرى. والمتركاج اللي اللي له علاقة بالسلاح. اذا فيش بنزين سلاح. اذا فيش. انا اليوم في واضح انه فيش شغل على خطين متسويين. يعني بنعمل ازمة بنزين منقصي لاح المقاولة. بس ما هيدا المتركاج بالسياسة. انت ما يقرأ لابعد انها كتاب. هذا بديوصل لمحاك. لوان بديوصل. بديوصل على اما الوصول الى تسوية معينة او انه بدأ تفجور. اذا وصلت اذا وصلت لتسوية انا حظي او حقي محفوظ. او اذا وصلت الى الانتجار. اذا فجريت. اندي شي اسمه ازمة النظام. اللي لابد من البحث فيها. اي استراتيجية دفاعية بتكون تبحثوا فيها او بدا تصير او اذا اجا تقول عم بيوسع الخيارات او عم بيوسع الهامش. عم بيوسع الهامش. ايه. عم بيوسع الهامش مشا ما يكون عم بتقول انه يتضيق عليه بخيار واحد. اذا انسحب الاتفاق النووي على اتفاق على النفوذ الاقليمي وإلى ما هنالك او اذا انعكس بشكل مباشر او غير مباشر. اوكي. في ملفات سياسية بدأت تكون مطروحة. ايه. بالوقت اللي كان فيه مفاوضات الاتفاق النووي كان فيه حوارة وستراتيجية دفاعية واعلانة بعضها وكذا. وقت اللي حققت ايران التقدم باللون وشربوا ميوتهم. ميوتهم. هيك بتصير اللعبة بالسياسية. بس هي هيك بتجي ولا هكذا الفرقاء الليبنانيين. انا عندي اعتراض على كل هيدا العرض. لانه نحنا عم ناخد الامور انه اول صراع بين الجبارين الاتحاد السوفيتي. لا انا عم بعطي فوصيح بس. كله بدو نحنا ما في عنا اي شيء ذاتي. يعني ما في ازمة حقيقية بالبلد. الواحد بدو ينطلق منا لمبادرات ذاتي. نحنا وقت الالفان وثمانه وقت الالفان وثمانه طرح موضوع ازمة النزام. ما كان ما تروح اشياء اخرى. ما كان انت ايه بعدك بعد التداعيات الالفان وستة. بس اما انا شو الاشوالشي بتعرض مع اللي عم توليه. ايه بس موضوع مش انه وقت اللي بتوقف المفاوضات مع ايران وحول النووي. وقت اللي بتش. ليش عم تربطة بايران. الموضوع مش بتخصيب اليورانيوم. في موضوع انت اسم بايران وثمانين. ما كان في موضوع تخصيب اليورانيوم. وقت اللي احتلت اسرائيل لبنان. وبالالفان وستة مش موضوعنا كان. بايران مسلم فيها. شو بعدك عم بتقولي بالالفان وثمانه كان فيه صراع. ايه انت ما عندك ازمة نزام بالبلد. ما طلعت بالالفان وثمانه. عم بقول انه ازمة النزام قائمة مش من ثلاثة سيطاعة الى ازمة الكيان. يعني ممكن بدأ هذا الكيان. تماما ازمة النزام من الف تسعمية وعشرين. عم نحكي كيف بتصير اللعبة بالسياسة. هو اراها بهذا الشكل. انتي كيف تقريه وين يوم يوم ملاحظتي. هذا اللي عم نقوله. بس صراع بين المحورين. كل محور بديوا يجربي يحسن الاوراق تبعه. يعني تحسين اوراق اليوم التفاوض. وهالمحورين ساعة بيتفقوا وساعة يختلفوا. يعني لو ما اجا ترامب. وبقيوا مسلا الديمقراطية. كانت بقيت ماشي لصة. كان الاتفاوض. كيف كان لما كهي من وقت من وقت ترامب وصار قاطع سبعة شهور على. عم قلك لو ما ترامب. 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 تشهر على بايدن. وبعدنا نحنا بنفس الازمة. خلص. لحظة. بعده الحصار مطبق اكتر على البلد. لو ما اجا ترامب واخد هاي الخيار. ومضطرة ادارة بايدن تمشي فيه. هلأ هون بدي تير روح على نقاش عن الدولة العميقة بالولايات المتحدة. وإلما هونالك وروح عامل عرض طويل عريض. ورح تزهر. عميقة بلبنان يعني. يعني. كان مش مختلف. ما هو هو اللي مختلف. هو اللي عقوله من البديهيات المتسلمات. أنا بلاشت حكي بهذا الموضوع. وقت اللي كنت عم بتقولي انت انه حصار من برا. عم قليك لأ ازمتنا من جوه كمان. والازمة اللي جوه هي اللي بتسمح لبرا يتحكي. تب قديش نحنا اليوم نمتلك عناصر مواجهة لكل الحصار القائم ولهذه الحرب التي تشن علينا هيدا السؤال. نحنا مش موضوع انه نمتلك عناصر مواجهة نحنا بالحرب. نحنا عنا مقاومة. اوكي. بس نحنا اليوم لا نخوض معي. يعني حرب عسكرية تتطلب مقاومة عسكرية. اليوم مقاومة الحرب الاقتصادية والبيلية. كيف بتتواجيها؟ صارنا من سبعة عشر شرين او من الالفين وخمسة عشر. اكتر من مرة يوسطوا الامور الى حد الانفجار. وحد جر الجر البلد لحروب اهلية. وكل الوقت عم ندفش هيدا الكأس. لانه مش مستعدين نرجع للحروب. لانه من يمتلك القرار. هارب ما يريد الدخول في هذا الموضوع. تماما. وهيدا اللي عم بيدفش وبيأجل. نحنا كل الوقت من سبعة عشر شرين لحد اليوم عم نحكي بانقاذ البلد. وبانه ازمة النظام. وهيدا النظام موصل لنهايته. هيدا النظام هالقد اهترق او مات او صار بموت سريري وخلص. وحتى اليوم البطرة حكى فيها بموت الدولة. يعني مش بس. يعني بس تحلل البلد انه. مؤسسات. اكتر من مرة انظرنا بانه زوال هذا الكيان. فهيدا هيدا السؤال حقيقي. نحنا مش قابلين. نحنا بدنا ندافع عن وجودنا. ولزلك في ازمة بهيدا النظام اللي ركبوه الفرنسوي اللي بيقدر يرجع ويحكوا معك بلغة المستعمر على شاشات التلفز وغيرها. ان كان عبر البحار بحار ولا بواسط المندوب السامي او السفير. طبعا احنا ما عملنا شيء اللي بناء هذه الدولة اخر شيء. تماما وهيدا اللي عم نطالب فيه. وقت اللي بتحكي انه عندك ازمة نظام. وانك انت بحاجة لمؤتمر تأسيسك. وانك انت بحاجة لتغيير بانون الانتقاب. وبتغيير كل. ايه بس هلأ نحنا قادرين يعني بشكل موضوعي. احنا اليوم قادرين نطرح هذه الازمة ونروح الى هذه الحلول الكبرى والجذرية. ام انه اليوم نحتاج الى حلول موضعية. يعني بتوقف هذا الانهيار القائم. الحلول الموضعية. الى حلول الموضعية كل مرة عم تنقلك من مشكل الى مشكل. لاحظة انت حتى بالحكومات اللي ما قبل حكومة حسان دياب. حكومة حكومة التسوية تاعت سعد الحريري وجبران بسير. طب ما كان فيه بوقتها تأخرت عشان عقد مسيحية ودرزية وسنية وكل هيدا الامور. كل الوقت. معنات انت عندك ازمة بهذا الموضوع. ما ما حدا هيدا مسلم فيه. وحتى اليوم. حتى اليوم. طرحوا بهذه الطريقة. بيحكوك بموضوع الاستقالة الرئيس ولا اقالة الرئيس. وبيرجعوا بيقولولك بنفس الوقت انه الموضوع ده السوري ولا غير ده السوري. وكل الوقت بيصار محتاج الى ترجمة بعد شوي. اوكي بس انا عم قول شوى عناصر الصمود القائمة امامنا اليوم. او عناصر صبل المواجهة. لا مواجهة هذه الحرب انت بدك تحاولي تفكي الاشتراح يعني وسائل واساليب لما بيقولولك انه مصفيت الزهران ومصفيت. طلعا بيح يوصف لك الواقع رئيس حكومتك يعني بدون ما يقلك انه هذا هو الحال طلعا يوصف لك الواقع القائمة. انا من الاساس وبيقول رئيس الحكومة الحالي هو جمد البلد. وقتا اللي رئيس الحكومة الحالي كل الوقت بيهددني وبيقول انه في اشباح هم يهددوه. وفي اشباح مش عم يقولي الاسمان. طيب مين جيبوا؟ جيبوا هاي دي السلطة كل شركاء فيها يعني ما حدا يقول. مين امن له الجلسة ومين شغل اكثر يا اليابية التي اوصلت انا يا حسان الدياب. طيب طيب مش مين لنا احد عشر وزير بهاي الحكومة. طيب ومين حاصل هذه تسميات. طيب ومين حاصل هذه الحكومة. من خارج تسميات الموجودة بهذه الحكومة ومين ما قدر يعطيها. طيب كل شريك في هذه الحكومة. مش اكتشفنا ان وليد جملات شريك في هذه الحكومة. والكل شركاء في هذه الحكومة. يعني مين اللي خارج هذه الحكومة غير القوات اللبنانية والكتائب. مش هدا نقاشي. خليني اقلك شغلة. خليني اسأل سؤال. والمستقبل ما رجع وقت اللي انطلب للمواجهة بموضوع القضاء. رجع نط المستقبل كله وسعد الحريري كله لعند رئيس. مين اللي نقق استاس بالجامعة امريكية ولاش. ولكن نقف دعشر وزير. يا معهم جنسيات امريكية بيشتغلوا بمؤسسات امريكية. او فرنسي او فرنسي او امريكي. اي 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 اعطيني الجواب. كانت اه كانوا معتبرينه انه فرصة للتفاوض مع الامريكان. طيب اوكي ولم تمشي. هلأ اليوم يعني بعد كل هذا العرض اللي حضرتك حشيته. شو بديك الحكومة. لا 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 في ظل ازا بدك حرك اليوم كمان يعني حركة وصولا الى زيارة وزير خارجية القطرية باي اطار يمكن وضعه. اليوم فينا نقول انه والله تخذ قرار او باعادة النظر بانه بعدم ترك لبنان ينهار بهذا الشكل الكامل نعم ام لا. لانه البعض يعني عم يبني على هذا الموضوع وشفنا كتير من المقالات حول هذا الموضوع. رأيي لانه يبقى منك شيء. ليه؟ لانه خايفين من تغيير المعادلات. لك ايا معادلات. خايفين من انه يطوف البحر الابيض المتوسط باللاجئين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين هذا واحد اثناء الروس يبديوا الاستقرار بلبنان هو بقليكيها بشكل رسمي. لانه ينعكس على سوريا. فايا معادلة يبدأ بتغاية. التركي مهتم بالاستقرار بلبنان لانه خايف. عم بحكيه كي خطاب رسمي. من انه يرجح وحزب العمال الكردستاني يسرح ويمرحوا بسهل. بس اري خاف من مجرد تلويح اليوم الذهاب الى تنويع خياراتك. ما بيفرمل. يعني شفنا اول مرة لوح سيد نصر الله بهذا الموضوع. شفنا السفيرة الامريكية في السراية الحكومية. العيدة السؤال له بحث اخر يعني كمان يطرح ايه? طيب يعني يروحوا انا قدام. طيب الدولة اللبنانية. لك يا يا يا. ميه بد يروح ما بدك حكومة. لك لاش حكومة انا مشكلها. هادي عقدة. هادي عقدة حسندي. يعني لا يوريسة جمهورية. يرجع بقلك امريكية حكومة. بك يا عمي شو بدك? وبرجع بقلك لاي ما راحوا. يا عزيزتي. يا عزيزتي. رئيس الجمهورية حليفة ولا حليف الحزب? مش حليفكم. حليفة ولا حليف المحور اللي انتو. مين انتو? انا وياها يعني. اللي سوريا عم تحكي باسمه انت ظهرت من المحور الا. انا ماشي. انا هنا الا صحافية ودير هذا الحوار. لا اكتر انا اصطر. رئيس الحكومة. رئيس الحكومة حسان دياري. مين باصوات مين اجا? مين اللي دعمه? مين اللي رعاه? طيب اوكي. اكسرية اللي هي خزب الله وحلساء ومجات التلوية. بدك قل لك شو يعني هذا التلويح اليوم. ايه قل لي. هذا التلويح لحتى يبتزوا اللبنانيين الاخرين. انه ازا ما بتدفعه ازا ما بتزيدوا الدعم ازا ما بتكافهوا الدعم ايه طبعا طبعا. نحن من روح على الخيارات الاخرية. هو ابتزاز لرياض سلامي ولا غير رياض سلامي. او تخويف او تهديد بانه ياب تطير من منصبك ياب تعمل لها مش طرح خيار قائم يعني يمكن ان يترجم. اي خيار؟ لان ما بيقول ما بداك حكومة اخر شي تاخد هذا القرار. لان ما بداك حكومة مراحه? ما لانه رئيس حسان الدياب مراح. ما هيدا كمان سؤال. انا بموني عليا لحسان الدياب. ما انت عم بتقول هني كانوا يراهنون من خلال يعني ازا بدك اختيار رئيس حسان الدياب انه كانوا على التفاوض امريكي. ايه هن بدون هني. لانه هن بيعرفوا انه بالاخر. اوك هيدا بيجيب على السؤال والله ما بيجيب. مين? يعني هيدا يؤكد انه هاده. ما عم تقليك ايران انه هو بدوش يروح عند الروس لانه هن بدون يروحوا لعند الامريكان. اوك هن بدون يروحون لانو مش لحل مش عند يعني برجع يعني مفتاح الحال زياد الامريكان. يا عزيزة الروسي ربخ عسكريا بسوريا ولا لا? نعم. قادر يضرب ضرب حجر? ما عم قل لك بانتظار قام يفتح معمر يعني يعني انتظار الاتفاق مع الأمريكان. يعني انتظار السماح لأمريكي. ما حدا عم ينفي هذا الموضوع. ما حدا ينفي هذا الموضوع. ما حدا ينفي هذا الموضوع. يوم في عرض قائم يمكن للبنان ان يقبله نعم ام لا. في اجه اليوم وفد روسي وقدم عرض بشكل واضح. ما يعني ما قريت ما اتطلعت على تفاصيل هذا العرض. في اسئلة مطروحة سيذهب لبنان الى تبني هذا الخيار نعم ام لا. هو هيدا السؤال. طيب رح اعطيك اياها من الاخر. السياسي. لكن في 73 صار اتفاق بين هونري كيسنجر وحافظ الاسد اسمه اتفاق الخط الأحمر. رسموا على الخريطة خط أحمر وين بتفوت اسرائيل وخط أحمر تاني وين بتفوت سوريا. هلأ اللي بده يسير بين الامريكاني والروسي. رسم خط أحمر جديد. رسم خط. مش ضروري أحمر يمكن يكون أصفر يمكن يكون شو ما بدي. هلقط على الروسي. ياللي هي بترتو بترتوس وباللادقية وبحمايمين. يعني الشمال يعني المناقصة اللي ربحوها الروس بالالفين والتمنتعش حول ترميم وتأهيل خزانات اطرابلوس ومصافي النفر والامريكان مهتمين انطلاقاً من الحسابات الاسرائيلية بترسيم لحدود البحرية بجنوب ومهتمين بقصة المرفق يعني عم بتقول اللي عم بيصير هلا. يعني بتقصي بتقصي البلد تلتين اوكي. انت عم بتقول تسخين. بس هيدا ما بصير. خليني اقول اي اوكي اوكي. تسخين في هذا التوقيت. تجميع اوراق للجلوس على الطاولة. واخر شي تقسم هذا النفوذ القائم. صحيح. لا راح نروح عشبين. بس بهيدا الوقت. اوكي. بس بهيدا الوقت تحديداً يعني السؤال المطروح. هذه الحركة يمكن ان شو. اي حركة? حركة الديبلوماسية اللي شفناها. السفرة يعني زيارة السفرة على السعودية. زيارة وزيرة الخارجية القطرية مبارح بالتوقيت اللي اتى فيها باي ايطار يمكن وضع. صحيح. زيارة الوزيرة الخارجية القطرية بتتعلق بقصة. كان فيه مشاريع خطرية مشغولة اه بعد تفجير المرفأ. اوكي. ايجا اكد استمرارا. هيدا دعم انساني. بس على الصعيد السياسي. نحن جاهزين. لأي. لما تقديم كل المساعدات. اوكي. اي لا قبل. بس ربما هلأ. البعد شو بيأخد اي بعد هلأ بالتوقيت عم بحكي. يعني ليه هلأ بهذا التوقيت. مثل ما كل الدول العربية موجودة. قطر موجودة. بالاضافة لبحث دعم الجيش اللبناني اللي صار. اوكي. يعني كل الدول حريصة تقول انه انا موجودة انا اللي دور. انا كذا انا كذا. ليه? لانه. 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 لانه كل تحول ما باتجاه لبنان هلأ في هذا التوقيت. يعني ما تلوك لبنان يا استاذ مونير. ما كان ما تلوك لبنان طيلة الفترة الماضية. وكان ما يعني ممنوع المساعدة. ليش قصة شو يعني محتضنينهم. ما هو هيدا السؤال. الحركة لوان بتوصل. خليني قليك دي. خليني قليك دي. حركة تحت ما تقولي انه في حصار سياسي. بعد عينهم على لبنان رايحين جايين. ولا هني رح من الاساس يعني. طيب يا عمية. وقت اللي اجت. وقت اللي ركدت الدول كلها بعد بجير المركة. شو التحول اللي صار اللي افضل. ما بوقت اقيل انه هذا الانفجار يعني على رغم كل البشاعة تعيته والوجع تعوله. اللي بني بيعرف يستثمر بالدم وبرمان. صار يقول انه انكسر الحصار القائم على لبنان. انا داك ما سمعناها وش كنا. طيب وليش من كسرش بالنتيجة. بعدين لوان وصلت حبول ايه وصلت لوان صحيح. طيب ونفس الشي هلأ بكل الاحوال هلأ كل اللي بدوني اعطوك اياه هو شوية ابر مورفين لحتى لحتى برجع بلي ما يطوف البحر الابيض المتوسط بالنازحين باللاجئين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين. اوكي اوكي. هذا المبدأ الاساسي. وكل دولة حريصة تكون موجودة ليكون. هيدا يؤخر عملية ميلاد الحكومة لانه الوقت صار. يا اما خليني جايوبك عليا. طبعا عملتوا حوار لحالكم. لا انا ما بقدر. راح احكي ثلاث كلمات وانا بتنازل عن الوقت المطبقي لالي. قصة الحكومة. الرئيس سعد الحريري كان قريب من الاعتذار. هلأ فيه خيارين. خيار اول بيقول بيتبني الرئيس بالرئيس انه ما فيك تعتذر بدون ما نتفق على بديل ونعمل تسوية وإلى ما هنالك. خيار تاني يرفض تسمية البديل وتبني هذا البديل وانه اذا بدنا ندعم البديل من كرس مبدأ لصالح رئيس الجمهوري انه هو بيقول له يرفض رئيس الحكومة ونرجع نجي نحن من اخترع له حال. لذلك بعد القصة ضاعة الرئيس الحريري مش حاسم قراره. لا شو بده يعمل اذا بده يتبنى حدا او اذا بده يعتذر او اذا بده يقلق. باعتقد القصة بحاجة الى بعض الايام لحتى تبين وربما تطول اكتر. هدا واحد. يلا نكون امام حسن. ناين. اوكي. زيارة السفرة الفرنسية والامريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق. علما إنه هيدي مش صايرة بالتاريخ. انوا. اوكي. على صعيد الدبيوماسي انه سفيرين بدولة يروحوا على دولة تانية علما انه الدولة فيها سفرات للدولة تانية. رفضوا بالسعودية استقبال سعد الحريري فراحوا السفرة الفرنسي والامريكي يمكن. عنه. لانه هني. راح اقلك معلوماتي. الخبر بيقول انه راحين يزوروا مسؤولين سعوديين. يعني اكتر من مسؤول سعودي للتداول بموضوع آآ. راح اقلك راح اقلك شو. شو معلوماتي. عدي الخطورة لانه اجا كمان قبل بعد اجتماع روما. هيده. آآ صار فيه لقاء بين السفيرة الامريكية والسفير السعودي بلبنان. صحيح. يعني لا يحتاج الامر انه يروحوا السفير تاني السفيرة. لا ما عمل لك غريبة. اول مرة بتصير بالتاري. اول مرة بتصير بالتاري. بالحرب الاهلية ما صارتش. بس بكل الاحوال. ثلاث نقا. النقطة الاولى. البحث بامكانية تحفيز السعودية على تقديم مساعدات للجيش ولا بعض المؤسسات الانسانية. يعني متل ما فرنسا بتقدم اثمانين مليون يورو بالسنة. وامريكا ما بعرف قديش. انه بركي تحفيز السعودية لتقديم آآ هذا الموضوع. اثنان. تنشيط الحركية السياسية السعودية اكتر. لانه مين مناقش السعودية. بدكون الحريرة او شو موقفكن من الحكومة. بيقولوا نحنا مش عم نبدخل. بدون موقف من السعودية. والنقطة الثالثة. التنسيق باي موقف يمكن ياخدو الدول الثلاثة. سواء بدعم تشكيل الحكومة. او. بهذا الشخص او بذات. او. 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 اذا ما لجأ طرف من هذه الاطراف الى فرض عقوبات ان يلتزم اطراف تاتي بهذا الموضوع. ليش راحوا السفيرتين حسب ما عم ينقال انه للبحث انه هاو دي السفيرتين بالاضافة الا السفير السعودي بلبنان. هن متابعين عن كسب كل الوضع قادرين تلتاتهم يقدموا صورة مشتركة لهذا الموضوع ويبحثوا بقرارات مشتركة. شو المعطيات حول هذه الحركة الدجلوماسية. ما في اي معطيات غير الحركة اللي حصلت من الوافد الروسي ومن الخطابات الاخيرة. وبالتالي صار بد نيقاش مباشر بينتهم. يعني استكمال للنيقاشات السابقة. حتى بموضوع مساعدات الجيش اللي وصلوه الى مرحلة الكلام عن تجويع الجيش. مش بس تجويع الشعب اللبناني الا وكمان تجويع الجيش. في مهمات يعني بيرجع كوة رجع ذكرنا بموضوع الهبة التاتي مليار. ولاش كانت الهبة للجيش اللبناني ولاش وقفت هذه الهبة. رغم انه تاخد سمسرات عليها وتحولت الى اماكن اخرى. طيب كل هذه الحركة. لوان هتوصل. هتعمل خرق بجدار الازمة القائمة اليوم. يعني هيتوضح. هتحسم المشهد باي اتجاه رايح برأيك؟ نتأمل لانه صار فيه كلام عالي النبرة. بموضوع ازمة النظام. بموضوع اغراق البلد. كله. الكل بيغرق. كل الطواقف بتغرق. ما في طائف بتنقذ نفسها بهذا. يعني ايك عم تقولي فيه اعادة نظر بالقرارات التي اتكتلت سابقة. لانه مش صحيح هذا الاستمهال لبايدن. لادارة بايدن. من هيل انه انصروا لحظات وبينهار البلد. كما كما هو واضح. بالطريقة اللي عم تمشي فيها الامور رايح. وصلنا حدوصل الى الانية. عم نختنق. فبالتالي انه مش رح ينتهي البلد. لانه كل الكلام الاخر. اللي موجود بالبلد. انه هادي بلد دولي غنية. هادي عندها. ونرجع الكلام ببداية الالفان وسبعة سبعة عشرين. وقت اللي نحكى عن موضوع البيع اصول الدولة. وهيك. هادي دولة غنية. وانه في عندها اصول. عندها اموال. وقت اللي عم يحكي سيد نصر الله. انه الولايات المتحدة الامريكية. عم تمنع اعادة. المصارف. من اعادة اموالها من الخارج. معناتها انه في اموال. معناتها انت المصارف غنية. ومش مقافل. يعني الاموال موجودة. ولكن في منع. في قرار. ولكن في قرار منع. وهي دا بيرجعك لموضوع الحصار. وبالتالي انه في حلول. بدأ. لازم. متى تبدأ. يعني ازا بدك هذه الحلول بالنضوش. عم تمنروح بنشوف انه هيدا الحلول بدأنا بتنفيذ. ازا ازا بديوا يحكوا بشكل جدي عن موضوع تشكيل الحكومة. وحتى تشكل الحكومة. ومين اللي بده يرأس الحكومة. وكيف بده تكون المشاركات في هذه الحكومة. يعني. حتى شوفي كلام. طب اي حكومة. كلام البترك. ما الذي تستطيع فعل اليوم. والبترك. وقت اللي عم يحكي انه كلام البابا مش فقط دعاء وصلوات. طبعا. هي رسائل وكلام موجه الى كل فرد بهذه السلطة الحاكمة. ورح يتجول بيناته وبدأ مع رئيس الجمهورية. رح يحكي مع الكل. بموضوع اعادة. يوم الصلاة والتأمل. انه مش كان يوم الصلاة والتأمل فقط. وانما ايضا له. مش كافي في رسائل جايبها معه. وهي اللي عم تضغط بها. يعني بهذا المعنى فينا نقول انه الصراع سيشتد. اذا بدك. سيشتد تحت النار يعني اللي عم تسير المفاوضات حاول تشكيل الحكوم. شكرا لمشاركتكم معي. والشعب هو. الكاتبة السياسية سورية عاصي. اهلا وسهلا فيك. اهلا. ايضا مسؤول قسم السياسي بجريطة المضم مونير ربيع. اهلا وسهلا فيك. شاء الله ما تكون كتير على الصباح. لا اي عم بطعة. بدك احنا منها. اهلا وسهلا فيك. نتوقف مع فاصل المشاهدين ونستقبل عبر تطبيق زوم رئيسة جامعية لبنانية للأمراض الجثومية دكتور مادونا مطر. ابقوا معكم. نتبع تسعون دقيقة في المحوى الاخير لهذه الليلة. واستقبل مباشرة عبر تطبيق زوم رئيسة الجامعية لبنانية لأمراض الجثومية دكتور مادونا مطر. مساء الخير دكتور. مساء الخير. يعني كل الاسئلة اليوم تتمحور حول سلالة دلتا المتحور الجديد. وبحسب توصيف منظمة الصحة العالمية يعني هو متحور مثير للقلق. اليوم يعني بشو كيفينا نقوم يعني كيفينا نطمن اذا بديك الناس. خصوصا انه العالم كان على اعتاب فتح جديد. وقت بنا نصطدم بهذا المتحور. برأيك هل سنعود على ما كنا عليه نعود الى الاقفال العام. خصوصا وانه بلشنا نسمع يعني دول كثيرة بدأت تراجع استراتيجياتها بهذا الموضوع. واليوم شو فينا نحكي عن متحور دلتا بشكل اساسي. يعني انا ما في طمن اكيد. لانه هيدا الدلتا بشغل البال. وكل العالم مثل ما شفنا مشهول بالهم بهذا المتحور الجديد بالدلتا. لانه صار منتشر بكتير بلدين. يعني فوق الميت بلد صار فيه دلتا. وهو صار هلأ الاساسي بكل البلدين يعني اكتريات الحالات الكورونا عم بكونوا دلتا هلأ. وهيدا الدلتا منعرف صارنا انه بينتشر كتير بسرعة. ستين بالمية اكتر من اللي قبله يعني بيعدي كتير كتير بسرعة. وعم يجي عند الناس الصغار بالعمر يعني صارنا خايفين لانه صار في كتير عمرهم بين العشرين والثلاثين عربعين عند الكبار والصغار في يجي عيدة الدلتا. والداتا كلها بعد ملنا واضحة مية بالمية يعني في داتا طلعت انه ممكن يكون اخطر من غيره. في داتا طلعت انه لقب ينتقل اسرع. بس مش اكيد انه واحد بده يفوت عالمستشفى يعني بعد الوقت داتا كلها ملنا واضحة بكل البلدين. مشانات ما فينا ابدا نتطمان. لازم نضلنا كتير خايفين ومنتبهين ومتابعين الارشدات الوزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة. اشرت لنقطة كتير اساسية دكتور في ما يتعلق انه اليوم هيدا المتحور عم بصيب الاطفال بشكل اساسي. في سؤال مطروح بهذا الاطار. انه اليوم هو عم بصيب الاطفال لانه الاطفال لم يتلقوا جرعات اليوم اللقاحات. لانه احنا بلشنا بنعرف انه بكبار السن. واتدرجنا نزولا. هيدا سبب اساسي اليوم. وماذا عن اللقاح. هل يستطيع اليوم ان يشكل يعني اساس قوي وماتين في مواجهة هذا المتحور. مزبوط كل العمرون الكبار. مثلا نحنا بلبنان تناخد. اكترية اللي طعموا بلشنا بالفئة العمرية الفوق الخمسة وسبعين. بعدين سنتين تدرجيا. وهلأ نحنا الليجان يعني الصغار اللي عمرهم بالعشرين. هن اكتر شيء بروحوا وبيجوا وبيظهروا وبيصهروا وبيتخالطوا يعني فتح البلد كله. واكترية الجان اللي كتير عم بيظهروا. يعني كل ليلة اذا بتشوفه ادا فيه. بين فئة هيدا العمرية يعني هيدا سبب اساسي. الاكيد اكيد الطعمات اللي هلأ كل الده تمبينه انه اللي عاملين طعمان من كل الطعمات محميين اكتر من غيره. ما فيه طعم بيحميك مية بالمية. فيك طلقة الدلتا اذا واحد عامل الطعم. بس الاكيد انه ما رح تفوتي على المستشفى ما رح تدهور صحتي يعني بخبروك عن حالات بس هون ما بينحك فيهم حالة حالتان ثلاثة يعني بالعدد فيه واحد يدهور كمان اذا عاملتهم بس اجمالا اللي عاملت طعم اثنان دوز محمي اكتر من غيره. يعني الشرط الاساس انه يكون اخدين الجرعتين من اللقاح وليس جرعة واحدة. جرعة واحدة لا تكفي في المواجهة وانما يجب ان نكون انه اخدين اللقاح بجرعتين. طيب السؤال كيف منعرف اليوم نحنا بلبنان دكتور انه اصابتنا هي بالمتحور دلتا. اليوم يمكن معرفة هذا الموضوع عبر فحص البي سي ار العادل نحنا بنعمله. ام انه لا في فحص خاص لهيدا الموضوع. وقديش لبنان عنده قدرة على اجراء هذا النوع من الفحصات؟ كل هيدا البي سي ار بتقلنا اذا كورونا اما مش كورونا. فيها تعطيني فكرة باس. بس ما فيها تقول ولا ولا دلتا ولا هليك فحصات بينعملوا بمكتبارات دراسة يعني بيدرسوا المزبوط اذا دلتا او مش دلتا. نحنا ما فينا نعرف ببي سي ار بوزيتف يعني كورونا. كانت دلتا اما القابلو اما البتا كلهم يعني كورونا كورونا. ايه بس انه هني بقدروا هلا بيتابعوا. نحنا بلبنان بعثوا سري بحصات على كذا بلد وفحصوهم وشافو. ولقيوا انه فاتت الدلتا. هلا واحد بيقدر يقدر تقريبا يعني الدلتا كمان كعوارث. كتير كتير بتجي متل رشح وجع راس رشح وجع زلعيم. انا كتير عم يجيين التليفونات ناشت رشح عيال مثل ما هي عم يلقاته رشح. وانا بدي اذكر المشاهدين انه ما في رشح بالصيفية. ما انه موجود الرشح هلا. كل هالرشح كتير ممكن يكون دلتا. الارجح يكون دلتا. لانه ما فيها هلا غريب ولا رشح. يعني يعني اليوم العوارض خصائص هيدا المتحور او خصائص اليوم دلتا هي عبارة عن رشح هيدا هي العوارض ولا اكتر. لانه اليوم بحسب دراسي لدي لانست بتقول انه المصابون بدلتا لديهم احتمال اكبر للدخول الى المستشفى. بتوافق ايب على هيدا الموضوع? اذا نزلت عروية وعملت نمونايتس اكيد وقشط الاوبسيجان مثلها مثل هوليك الكورونا يعني في خطر انه تكون دغرة تنزل عروية بس. وفيها تكون تمانا تقطع مرور الكرام. رشح صغير وتقطع يومين ثلاثة. بس انه لازم واحد يدكو ضلو منتبه. اذا واحد مرشح لو طلع PCR نيجاتيف ما ما فيه يروح ويجي ويختلط بالعالم. لانه ما ننسى انه في اوقات الPCR ملنا بالمية بالمية طلقت. فينا نروح حالات بالPCR يعني. اهم شي نجمع للكلينيك واحد شو عنده شو حاسس شو فيه عوارض. اذا شاكين بالكورونا لو طلعت الPCR نيجاتيف مش مفروض يروح على شغله يروح يشوف اصحابه. بدي يضلوا قاعد بالبات منتبه يضلوا لبس مستاي صح ما تيروح ويجي هاك بين الناس. بعض الأطباء كانوا عم بيقولوا دكتور بانه هاي دي سوليلي تستطيع ان تتهرب من نظام المناعة في جسم الانسان. فينا نفهم اكتر يعني حول هذي المسألة. بس شوية ما انتبهت على السؤال بسمع طول. اقول بعد الزمانة بعد الأطباء عم يطلعوا يقولوا انه هاي دي سوليلي تايد دلتا فيها تتهرب من نظام المناعة بجسم الانسان. فينا نفهم اكتر يعني حول هيدا الموضوع. هلا الخوف كان انه الدلتا مش انه ما فيه تتهرب من نظام طبع المناعة لأ نظام المناعة مش هايك بس انه كانوا عم ينحكى اذا واحد عامل طعم قديهوا الانتيباديز فيهم يحموا ضد الدلتا انه فيه كم داتا طلعوا بكم بلد قالوا انه لا ممكن انه ما الطعم ما يقسر بس اكتريت داتا مبينة انه لا اذا واحد مطعم ما رح يتأثر كتير لحديث هلا خفت خفت كنا اللي قابله انه كنا نقول 95% اللي عاملين مثلا فايزر محميين ضد الكورونا هلا خفوا هالأرقام صارت تنقول 80-85 حسب الدراسات كل دراسة بتعتيك أرقام والأستغازينكا شوية اقل يعني فعالية اللقاح بلش تتخف مع هولي باري هيدا الخوف تلو اوكي واليوم وشو بعد فيل الانه الدراسات حكيت عن أسترازينيكا عن فايزر وعن موديرنا ماذا عن اللقاحات الاخرى كمانا هلا اللقاحات الاخرى سبوتنيك ما عليه بعد كتير داتا ومع عليه دراسات بس انه زمنا نقدر انه سبوتنيك اللي هو مركب كتركيب تركيب متل متل الأسترازينيكا مفروض كمانا يحمي بس بعد ما في داتا مبينة والسينوفارم السيني من الأول كان نتفي فعاليته أقل من هوليكي كمانا انه بضله يحمي بخسيا الماء يعني الواحد المهم يكون نمتاعم هلا عطول فيه طعم نتفي أحسن من طعم حسب الدراسات ومعاملين بكيف وعا اي عالم اي كاتجوري عمر بس انه في طعمات هلا نتفي أحسن من الثانية بس المفروض الواحد إذا ما صير له إلا هتطعم البنئة لازم يكون يعملوا ما ينطر فيما يتعلق بموضوع يعني إصابة الأطفال بشكل أساسي عبر هذا المتحور اليوم شو الاستراتيجية الموضوعة يعني أو ما الذي يجب فعله لتجنيب الأطفال هذه العدوى خصوصا وأنه نحن نعرف أنه أطفالنا في لبنان تحديدا يعني خلينا أحكي على صعيد لبنان بعد ما أخذوا الفاكسين وبالتالي شو خطورة هذا الأمر؟ هلا الأطفال بالإجمال الكورونا ما كتير بأثر عليهم مثل الأدلت من الأول هيك الكورونا الأطفال أنا قصدي هلا اللي عمرهم اللي جان اللي عم بروحوا وبيجل عمرهم بين العشرين وهيك والطعمات نحن بلبنان لحد يتهلأ كتير تلميس جمعات عم ببلشوا يعطوهم الطعم يعني بلشنا نسرع بالطعمات اللي عمرهم 18 وبيطالع 16 لحتى الفايزر وبالطالع فيهم يتسجلوا على المنصة وبيطلع لهم الطعم لفايزر هلا بغير بلدين بأمريكا وبأوروبا بلشوا من 12 سنة والدراسات عم بتصير هلا على الأعمار الأصغر من الستة لتناشر سنة بس بعد منا FDA أبروش تنبلشها لا نحن بلبنان اللي حديث هلا بعدنا من الستة عشر وطالع بس بغير بلدين من 12 وطالع بلشوا يعطو كلها كتير ناس عم تاخد الطعمات هلا لأكيد الأطفال من الأول ما قليل من الأطفال اللي توفوا أو صار عندهم مشاكل كتير خطرة من الكورونا بحسب كل الدراسات والإحصائيات اليوم دلتا حيشكل 90% من الإصابات الجديدة بأوروبا ومن المحتمل أنه يصير في انتشار كبير وبسرعة كبيرة أيضا خلال فصل الصيف لأنه بحسب اليوم التوصيفات هذا المتحور هو الأعنف بين المتحورات على انطلاق من هذا الموضوع بتتوقع أنه سنكون أمام ازدياد مخيف في الفترة المقبلة خصوصا أنه مثل ما حضرتك بلشت وعم بتقولي نحنا يعني في نوع من تراخي كبير ونحنا يعني ما في قرار بالإقفال العام بالعكس نحنا عم نستقبل اليوم سياح والبلد مفتوح مظبوط هذه المشكلة لأنه نحنا بنا نعمل إكيليبر بين تقضي على البلد نهائيا أو تضلي تخلي نتفت ناس أنه ما فينا نفكر كل البلد بقى وصلنا على محل إيكونوميك ما هو ما بقى فينا نفكر البلد ونقعد نطريه أنه العالم بتموت من الجوع بس أهم ما شيء العالم تفهم وتضلى من تبها يتابعوا الإرشدات يضلوا اللي بسين مكات ما يصير كتير خلق تخالط بأمكان مسكرة يضلوا متبعدين بقى بعضهم يضلوا حطين نفسه يروحوا يتطعموا كلهم لأنه على الوزارة جايبة كتير طعمات يعني ففيه أكثيلة طعمات وعم يعملوا كذا مرة ماراتون يعني لازم الناس ما تخاف من الطعم يروحوا كلهم يتطعموا ويضلوا منتبهين والأكيد بالمطار كمان لازم واحد ينتبه السوح اللي عم تجي لازم تروح ويتأكدوا ويشوفوا إذا طلعوا نجاتب قبل ما يروحوا يتخالطوا يجينا كتير ناس بفوتوا بعدين بيطلعوا بوزيتيف بيكونوا دجارة خالطوا مع عائلتهم فيهم يعدوا يعني بسرعة كتير هول كل هالأشياء لازم تندرس وننتبه بس أني عم يعملوا فحوصات البي سي آر وكل يوم كل يوم بحسب كل الإحصائيات اللي عم تطلع وتقارير الصادر عن وزارة الصحة عم بيكون في إحصاء وعم ينقال أنه اليوم والله على متن هذه الطائرات كان في هذا العدد الوافد وكان في إصابات وبالتالي يعني في ظل فتح البلد وعدم اليوم يعني اتخاذ قرارات جديدة قديش بيقدروا يضبطوا الوضع القائم إذا ما في قرار رسمي بالإقفال أو بتدرج بهذا الإقفال هلأ حسب الأعداد رح تبين نحن نلاحظين أنه هالجمعة عم يعلو الأعداد كل يوم عم يعلو اليوم طلعنا بالأربعمية اللي عاملين في سي آر وفوزيتف وأكيد هني أكتر بقى بدنا ننطر ونشوف هلأ إن شاء الله ما نوصل على الحالات الكارسي اللي عشناها قبل ع عيد الميلاد لأنه ما فينا نتحمل بتاعكم كل المستشفيات ما عنا قدوية ما عنا إنه كتير كتير الوضع على ختيك ما فينا بقى نعيش العشناه قبل إن شاء الله ما نوصل على هكي شي أنا ما بقدر هلقدر رح نوصل بس بقى واحد بدو يضلم نتبه مين بيعرف ممكن كل شي إذا واحد ما انتبه ممكن نرجع نشوف الحالات كلها رح تتزيد وإذا زادت بكترة كتير مشغورين ناخد احتياتي تانية ساعتها طب إذا بدرجع شوي للخصائص لأنه حضرتك بلاشتي وعم بتقول أنه الناس عم بتحس بنوع من رشح وهلأ علما أنه منه موسم رشح عم يقتصر الموضوع على هذا يعني على هذه الزبدك الإصابة ولا عم يكون في عوارد أكتر شدة وبالتالي كيف عم تتبين العوارد عند الأكتر أو الأكبر سنة عم بتكون أشهد خطورة ماذا عن معدلات الوفيات بهذا الموضوع هلأ أمبالا عم يجينا على وفيتال عم يجي على الطوارئ عطول مرضى عندها بلاشنا نتنا ارتحنا شوي كم أسبوع هلأ رجعنا عم نشوف كل يوم عم يجي مرضى واللي بيوصلوا على الطوارئ بيكون عندهم مش فس رشح بيكون عندهم التهابات الكورونا بالروية ونقص بالأكسجين حرارة عالية يعني طابلو الكورونا العادة اللي منعرفه من قبل في ناس عم تجي واجينا ناس كمان عاملين طعم واجي هون لقتين كورونا يعني مشان هاكي ما في واحد يطمن باله انه العامل الطعم يشيل الماسك ويروح يعمل البدوهيين ما بقى في منه لحتى العامل الطعم لازم يضل منتبهه حاطة تمات اوكي وتحديدا بالنسبة للناس اللي اخدت الطعم لانه هون قدي يمكن ان ينتقل هذا او هو يعني اليوم اذا انا اخدي فاكسان واخدي الاثنين دوز ويمكن انا كون لقطت يعني دلتا ولكن ما حسيت بعوارده ولكن يمكن انه انا اعدي لاشخاص اخرين اذا كان في اذا كنا اعديين بغرفة واحدة او بمكان واحد ايه ممكن يعني اذا واحد عنده ايها بزلعيم والفيروس لو ما انه عم بسعل اذا واحد عم يحكي قاعد قريب على التاني بضال فيه رزاز واشياء انه الفيروس بغري هيدا كتير سريع بيعد كتير بسرعة ممكن ايه اجمالا اللي عنده عوارد اللي بيعدى اكتر بس اللي عايشين سوا وقاربين من بعد كل الوقت اذا واحد عنده حامل الفيروس ممكن يعدى التاني يعني مش ان هيكي قبل طلعوا ايه طلعوا الجايدلاند اول شي قبل ما تجي قصة الدلتا انه اذا 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 اناس متعامين فيهم يروحوا يشيلوا الماسك ويظهروا سوا وهيك عشب يكونوا كلهم متعامين بس هلأ اذا عنديك شخص واحد معك ما انه متعام بديك ما فيك يعني تعامل هيك يعني هلأ هلأ هيدا القصة خمسة ما عم بقاي طب قوة هلأ في هيدا الدلتا ايجا جديد كل الناس رجعوا تتراجع كل الاشياء اللي طلعت رجعوا ياخدوا اجراءات جديدة لانه بعد بكير يعني تكون عندنا كل الاجوبة هالكورونا ملاحقينة كل يوم كل يوم بيطلع قصة وبيطلع خبرية جديدة بقى هلأ عم نحكي فيه يمكن بعد كم اسبوع يتغير شوي يعني شو قد نكون امام متحور جديد فاريان جديد يكون اكتر عنفا اللي هلأ عم نشوفه او انه بتتوقعوا انتو كاطبة واختصاصيين بالامراض الجثومية انه عادة عمر الفيروس لا يتعدى السنتين بالتالي قد نكون امام بداية الوصول الى يعني نهاية هذا الفيروس قريبا ان شاء الله بس نهايته مش هلأ قريبة لانه هيدا بيريش متشر بالعالم كله متبكب بكل العالم وكل ما ينتقل كل ما يصير فيه ميتيشن يعني بعد بضو يطلع متحورات جديدة اكيد اليوم حكيوا باللمدا اللي بلشت بالفيرو ودجا بلشت صارت هلأ اللي ايوه صاروا في 30 بلد وهيدي اللاب ده اخطر من الدلتا كمان بقوله بس بعد ما نعرف كتير معلومات عنه بس انه فيه متحورات ممكن كمانة ترجع تظهر فيه متحورات تكون خفيفة وفيه غيرا فين يكونوا كمانة اقوى واكتر بيأزوا اكتر يعني طالما هيدا الفيروس عم يبرم وينقل بده يعمل متاشنز مشان هكي لازم نقدر نوقف هالفيروس ما فيه غير طريقة توقفي إلا بالطعم نعطي طعمات لكل العالم اللي يصير عنده نوع من المناعة ويبطل ينقل بين شخص وشخص وشخص ضلنا من تبهين تما نلقت الفيروس وننتكل بكرة يعني بعدين فيه ادوية هلأ كمان عم يشتغلوا عليها جديدة شركة ماخ بده بيانتو رح يخلص دواء حبوب يعني اول ما واحد يلقت الفيروس بيقدر يخد هالدواء فترة قصيرة وضغر يوقف ما تتطور المرض يعني هالامراض هيدا ما في حل واحد يعني تطعم وحده ما منه حل هول الاحتياطات اللي منخدهن واحدهن أكيد تمين منهن حل يعني بدنا طعم والاحتياطات وبدنا علاج لهيدا الفيروس كل شيء مع بعضه بامتدار الوصول إلى العلاج يعني بعد بده تأخذ أكيد كم شهر أو سنين سابت بهيدا الفاريون الجديد اليوم أنه يعني لما بلشت كورونا ما كان عنا الفاكسين اليوم نحن عنا اللقاح وعنا أنه ناخد الإجراءات المطلوبة مننا فيما يتعلق بالمسافة الاجتماعية وكل الإجراءات المطلوبة لا يضل في هذا يعني التباعد الاجتماعي قائم إلى حين يعني ما بعرف يا أنه أن يموت هذا الفيروس أو أن يختفي في لحظة معينة ولكن أدي في خشية من أنه كمان اليوم اللقاحات الموجودة في حال اليوم يعني تحور جديد أكثر عنفا أنه تبطل هي تقدر يعني تواجه هذا الفيروس هلأ لو بطلت هلأ حديت هلأ هاللقاحات بعد عم تقدر تواجه هالدراسات بس كمان هالدراسات ماشية على كل اللقاحات يعني ممكن هيدا اللقاح بسرعة يعملوله نتفت بالموديفيكيشن صغيرة ويغيروا اللقاح إذا واحد اضطر بعدين كل الأمراض بالأمراض الجرسومية إلى بوستر وإلى غفال إذا اضطراينا بيجرع واحد بياخد وان بوستر إذا اضطروا يغيروا شوي بهاللقاح هلأ في دراسات جديدة كمانة بس بعد منها كاملة بس طالع دراسات جديدة بتحكي على هاللقاح اللي ممكن يعمل مناعة لفترة طويلة أكثر من نحن منقدر يعني أكثر من كذا سنة يمكن ما نعوذ نعوذ بوستر إلا إذا صار شي شي ميتاشن ما باعي يتجاوب علي كل هاللقاحات لكن بيرجع واحد بيعمل بوستر ما بقدر أنا أقولك شو بس في بعض لان بعد كل الدراسات كل يوم بيطلع شي بدنا نتابع كل يوم ونشوش شو بدو يصير بس إنه كل شي ممكن يكون إلو حل إن شاء الله المهم بس نقدر نخلص من هالفانديمية يعني إن شاء الله إن شاء الله ما تطول بعد كتير يعني أكثر من سنة سنتين إن شاء الله دي جان إحنا تصرنا نعرف كل مرض مثل ما قلته صرنا نعرف كيف الإجراءات صرنا كتير نعرف عنه لهذا المرض يعني مش مفروض بقى يصير مثل ما صار بالكارسة اللي قبل يعني هلأ مفروض يبلش يخف شوي 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 بس بس ما فينا إحنا فجأة إنه تعبنا من هالحالة لعيشينا ونرخيه وخلص نرجعنا إنه نغلط ونعمل أغلاط بسرعة بيجرع وعي كبير مطلوب وعي كبير من الناس لحتى يعني أدمة فيها هي تاخد كل الإجراءات المطلوبة منها لتتفادى الإصابة حتى ولو كانت الناس أخذت هذه اللقاحات والمطلوب كمان اليوم يعني إنه نروح إلى دفع أكبر باتجاه إنه الناس تاخد الفاكسان أنا أبدأ أشكرك على هذه المشاركة معي عبر تطبيق زوم رئيسة الجمعية اللبنانية الأمراض الجثومية دكتور مادونا مطر أهلا وسهلا فيكي شكر لألكم مشاهدين على حسن المتابعة نلتقي الأربعاء المقبل وملف جديد في 90 دقيقة ترجمة نانسي قنقر